هو موجود قاعد جنبك بيتفرج عليك وانت بتقرأ كلامي بصيت عليه مش هتشوفه بس هو شايفك الرعشة اللي حسيت بيها في ظهرك دلوقتي ده مش برد انت بتقنع نفسك انك بردان زي ما انا بحاول اقنع نفسي بكده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد خيري دي كنات الروي النهاردة معدنا مع مجموعة قصصية مرعبة وغريبة من سلسرة حكايات العالم الثالث للكاتب محمد سيد علي والمرة دي الموضوع اكبر شوية لان القصص دي تم نشرها في كتب وطرحها في معرض الكتاب السنة اللي فاتت وحققت نجاح مبهر يلا بينا القصة الاولى انا بطلب المساعدة انا فعلا محتاج المساعدة من اربع ايام كنت بنفس اخر عملية في حياتي وهي اني اسرق الحاجات المطلوبة مني من العميل اللي معايا انا سارق محترف عملي الخاص هو التسلل للمنازل ما يهمنيش ان كانت الحاجة اللي هجيبها ملك لصاحبها او لا انا كل اللي يهمني ان العملية تتم بدون نقطة دم واحدة انا سارق اه بس مش قاتل العميل اللي بيجيب لي الشغل اسمه فؤاد فؤاد شغال امن في احدى الشركات ويمكن ده سهل لي معارف كتير وتسهيلات اكتر من اسبوع قعدت انا وفؤاد في المكان المعتاد علشان يديني حسابي بتاع الشهر اللي فات ويديني عمليات الشهر الجديد ولكن اتفاجئتي بيبي يقوللي الشهر ده ما عندناش غير عملية واحدة هتكلف نص مليون دولار تروا نص مليون دولار في عملية؟ ها عملية ايه دي؟ او هتكون قطعني وقاللي مش قاتل دماغك ما تروحش لبعيد بس انا معرفش اي تفاصيل كل المطلوب انك هتجيب 3 شرايط فيديو ودي نمرت الراجل اللي هتتصل بي كمان ساعة فؤاد كانت تصرفاته غريبة بيضحك معايا زيادة عن اللزوم عزمني على قهوة فؤاد بخيل جدا لأ ده كمان اداني حسابي كاش بدون تأجيل دفعات للاسبوع اللي بعده غريبة مشيت وكررت اني اتصل بالراجل ده بعد ما سبت فؤاد بنص ساعة اتصلت بيه كان راجل غريب فعلا يمكن يكون انطواقي او راجل كبير في الدولة مش عايز يبين صوته لانه قال لي جملة واحدة بس انا هبعط لك اللوكيشن بعد 3 ايام هتدخل المكان ده انا محتاجة 3 شرايط دول وزي ما اتفقت على السعر مع فؤاد ما كنتش مرتاح نادر اوي لما بيجي لي عميل ما بيتكلمش عن تفاصيل العملية بس التمن كان مغري جدا من 4 ايام قررت اروح المكان علشان انفز العملية اللوكيشن كان غريب بيت في منطقة ما فيهاش سكان على الاطلاق وفؤاد مش معودني على ده في الفترة الاخيرة رحت البيت كان كبير جدا مكون من دورين الدور الاول فيه شباك واحد بس قررت افك الشباك ده ودخلت بدون اي مجهود لما دخلت لقيت البيت كبير جدا انا عمري ما خفت من الضلمة بس الاول مرة في حياتي كنت عايز انجز شغلي بسرعة وامشي علشان انا مكنتش مرتاح وكان قدامي خيارين يبدأ بالدور الارضي يطلع السلم ودور فوق فقررت اني ابدأ بفوق فتحت الاوضة الاولى كانت مترتبة ترتيب غريب وكان في حد عايش في المكان المقطوع ده الجدران بتاعة الاوضة كانت باللون لسود اول مرة اشوف جدران بالزوق ده فتحت الدولاب علشان ادور لقيت التلات شرايت في وشي كنت مستغرب بايه العملية دي ايه السهولة دي بدأت بمكالمة غريبة مكان ما فيوش حد نص مليون دولار علشان الاقي شرايت في دولاب وهنا بصراحة كررت ادور شوية في البيت ده علشان اعرف انا فين كملت تدوير في الدولاب لقيت سبعة تلاف دولار وغواش وخواتم دهب في الاول خمنت ان الدهب بيرجع لزوجة صاحب البيت او يمكن صاحب البيت انسى اصلا بس ما فكرتش كتير مهمة فؤاد التلات شرايت بس اي حاجة تانية فهي ملكي واعكيد انا مش سارق بالامانة والشرف يعني لما خرجت من القوضة لاحظت الحاجات اللي ما كنت شايفها في الظلمة هياكل عظمية الحيوانات في كل مكان بالاضافة لجلود التعالب والنمور اللي مفروشين في كل الارضية كأنها سجاجيد انا عارف ان الاغنية مجنين جدا بالانتيكات بس مش للدرجة دي نزلت الدور الارضي واللي كان مكون من صالة كبيرة بس اللي مرعب اكتر من جماجم الحيوانات كان جماجم لبشر كتير يا دي حقيقية فكرت امشي بس كانت عيني على مكان بابه مفتوح كان باب تقريبا لبادروم بتاع البيت قربت منه ودخلت واستغربت اللي انا بعمله انا ليه بعمل كل ده ما روح اسهل ما ناخدت اللي انا جاي هنا علشانه استغربت اكتر لاني من عادة الناس انها بتخلي البادروم ده علشان ترمي فيه اي خردة او حاجات مش عاوزينها بس البادروم ده كان غريب اوي البادروم كان مليان لبس الرجالة وستات والاغرب ان اللبس ده كان متلطخ بالدم لقيت باب تاني جوه البادروم كان خارج منه صوت اتجهت للصوت ده كانت قوضة منورة بالنور لاخدر فتحت الباب بشويش لقيت قوضة غريبة قوي قوضة اشبه لعيادة اسنان يا ناري سويد ده فيه بنت متسلسلة بالحديد واطرافها مقطوعة انا بصتلي خفت اقو قبل ما تبصيلي اصلا انا كنت خايف ما كانتش حارفة اتكلم من اللي محطوط على بقها بس نظراتها كانت مفهومة يعنيها بتتوسل لي اني اساعدها بس انا مش مركز معها انا مركز مع حاجة تانية انا في بيت قاتل سارق في بيت قاتل عقلي تشاتت ما كنتش عارفة اعمل ايه فكرت ادخل واقول لها ايه اللي بيحصل ده وفعلا دخلت بس اسمعت خطوات جاية من برا ما كنتش عارفة استخبه فين ملقيتش غريستارة حمرة استخبيت وراها كنت سمع وصوله وهو بيفتح الباب ودخل وكنت سمع وهو بيعزبها كنت بترعش وخايف انا اول مرة بقى عاجز كده استمرت في الوضع ده فوق النص ساعة حد ما سمعت اخر صوت خارج من المسكينة اللي كانت متعلقة وصوته وهو بيتحك كتير ودحك فدل يقرب مني وفجأة سكت النور اتفى فضلت اكتر من ساعة في المكان علشان اتأكد انه مش موجود اول مرة احس اني هموت في اي لحظة بس خركت بس خركت خركت من البدروم وخرجت من البيت فورا كررت اني اتسل بفؤاد واقوله ان انا مش هشتغل معاه تاني ده انا مش بعيد اقتله ما كانش بيرد علي رحتول البيت مراته وقارت انه مش موجود من ثلاثة ايام هو في ايه رنيت على الراجل اللي كان محتاج الشرايط كان الرقم غير متاح رجعت البيت وانا مش عارف ايه لي بيحصل ده حركت سجار كتير وكنت قاعد متوتر في الاخر اهتديت ان انا شوف الشرايط دي هشوف هشوف ان انا كنت بس رقه ده ايه وانا كنت عمري ما عملت كده الشريط الاول كان مدته ثلاث ساعات وكان فيه ثمن عمليات اتل كان بيعرض الضحايا قبله وبعد دخول البيت الفيديو كان بتصور باحترافية عالية بيراقب الضحايا لأ وكمان بيقف معاها هيكلمها ويدحك ويقول ما تعرفش هيحصل فيها ايه لحد ما توصل البيت بالطريقة اللي هو بيختارها وبعدين يحزبهم ويقتلهم بطريقة بشعة شفت الشيرتين اخر شريط كان باللون احمر كان فيديو لفؤاد وجاي فؤاد لما دخل الكافيه لما خرج وهم رحلوا المكان بس فؤاد رايح بمزاجه وشفت فؤاده هو بيموت وبعد ما قتله كتب ورقة وحطها على الشاشة كان مكتوب فيها انت دلوقتي حزين علشان صاحبك بس ايه رأيك لو عرفت ان صاحبك اتفق معايا انك تبقى الضحية الجديدة اتعرفت على فؤاد من فترة وعدت بنص مليون دولار لو حد جالي بمزاجه من غير مجهود وتعب ودراسة وقال لي انه عنده الشخص ده وباع عكلية باع عكل الشيطان وبعد دراسة لفؤاد عرفت انه صاحبك فكان لازم يتعاقب لاني بكره الخوانة وما تخافش انا مش بقت المصدومين الشريط خلص كنت خايف خايف لاني مش عارف ايه هيحصل لي خايف لاني معرفش شكل الراجل ده ايه كل الفيديوهات عاملة على وش بلور ومش مبيناه قاعد خايفه الان طيب انا كنت عنده وما قتلنيش لي هو هل كان يعرف بوجودي هناك وبعد ربع ساعة من تفكير الباب خبط فتحت بحرص علشان للاقي شريط فيديو وورقة كان مكتوب في الورقة انصحك انك تشوف الشريط في اسرع وقت ممكن فكرت ابلغ الشرطة بس هيقوله جبت الشرايط دي منين خصوصا ان انا مسجل عندهم وفي بلغات بالسرقة ما كنتش عارف اصرف ازاي بس اقررت اشوف الفيديو فتحته انا بترعش ازاي ده ده انا انا اللي في الفيديو انا شايف نفسي بدخل البيت من الشباك بفكر اطلع فوق ولا دور تحت انا طلعت فوق كنت باستغرب من شكل الاوضة بافتح الدولهاب وباخد الشرايط وانا باستغرب تاني وباخد السبع تلاف دولار والدهب في الشنطة باطلع من الاوضة وانا بامسك هياكل الحيوانات وبعدين بدخل للبادروم بشوف البنت وبحاول اكلمها وباستخبى وراء السطارة هو بيدخل ايه ده وشه كان باين شكله شكله مرحب ده مش بني ادم لا لو بني ادم يبقى بني ادم مشوه اتل البنت وهو اماسك الزكين ايه ده هو رايح فين واقف واقف قدام السطارة وبيبصلي وبيضحك بيضحك جامد هو دحك ده كان ليه انا سكت هو بيبص للكاميرا نظرته مرعبة بيكتب حاجة وبيحطها على الكاميرا وهو بيدحك كان مكتوب لو رجعت للفيديو ولاقيتك اخدت ثلاث شرايط بس وبشيت هيجيلك نص مليون دولار تمن مهمتك واعتبرني خلصتك من صاحبك اما لو وصلك شريط الفيديو ده يبقى انت ضحيتي الجديدة لانك هتكون اخدت حاجة مش ملكك وكده انت مش مظلوم الفيديو خلص يعني ايه انا اخدت ايه السباح تلاف دولار والدهب لا 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 ياخدهم مش عاوزهم مش عاوز النص مليون حتى ده كمان ده كمان عارف مكاني عارف البيت انا انا مش عايز اموت انا بطلب المساعدة انا فعلا محتاج حد يساعدني انا خايف دي كنت قصة من كتاب الغرفة 77 يلا بينا ندخل على القصة التانية الموضوع ده من خمس سنين من خمس سنين رحت انا ووالدي الارياف لخلاف على المراس بعد موت جدي ابويا كان اكبر اخواته وكان لازم يحل الخلاف ده ويدبر امور العيلة بعد موت جدي انا ما سافرتش الارياف كتير بس كنت حفظ حب الطرق ووصلنا البيت فعلا عمامي كانوا منتظرين وخدوا والدي ودخلوا قوضة اسمها المنظرة وانا فضلت قاعد مع ولاد عمي كنت سمعهم بيزعاء وصوتهم بيعلى وبعد ثلاث ساعات تقريبا انتهى الامر بان والدي قام من المجلس وهو غطبان جدا وقرر انه يمشي وعمي كان بيجري وراه هو بيمسكه من ايده وبيقول له يا جمال مش هينفع تمشي انت اخويا الكبير وكلامك يمشي علي قبل اي حد بس ده مش عادل ربنا يا جمال انا مش عايز الارض الغربية ومن امتى اصلا يا جمال حد بيزرع في الارض الغربية رد عليه بابا وقال له انت اللي عايز تنفصل بحقك كامل يا سعد وما حدش من اخواتك عايز ينفصل انا صدعت انا صدعت منكم وعايز اسافر ودي اخرة قولي فكر فيها وقولي جوابك الاخير في الاعداء اللي جاية بعد شد كبير على ان ابويا ما يسافرش عمي فاروق جي جاري وقال له مفيش مواصلات برا يا جمال بس انا جبت لك جمعة حتى يوصلك للشارع الرئيسي ركبنا مع جمعة فعلا في الكابينة اللي قدام والدي كان بيتكلم معاه لحد ما وصلنا للشارع الرئيسي والدي شكر وانزلنا لحد ما جات عربية بكابوت نزل منها شخص وسألناه العربية دي رايح الموقف ابتسم الشخص وهو بيهز راسه بالاجاب ركبنا العربية بس راحزنا في نص الطريق ان العربية هتسلك الطريق الغربي فالدي رن الجرز للسواق علشان السواق يفارم الفجأة وانزلنا له السواق كان مستغرب جدا هو بيقول لي والدي انت متأكد يا محترم انك نازل هنا والدي رد وقال له هي العربية دخلت غرب ليه احنا سألنا اللي كان راكب قالنا انها رايح الموقف الراجل بص الوالدي باستغرب تاني وقال له راكب مينها يا محترم انتو اول ناس اركبها من شرق الترعة انا اصلا رايح اجرش قلت اخدكم معايا والدي اخد كلامه بجدية بس انا كنت خايف وقال لي السواق طيب خلاص احنا نازلين هنا رد عليه وقال له والله يا محترم بشوقك بس استدقني مش هتلاقي عربيات هنا احنا ممكن ارجعك لمطرح مخطك كخدمة يعني احسن مسيبك في الحطة الغربية دي الغريب ان والدي قال له شكرا جدا اتكل على الله العربية مشيت وانا توترت والدي اكتفى بالسكات مع صوت انفسه اللي طلع بصوت عالي دليل على عصبيته كنت حسس اننا هنمشي طريق الترعة كله على رجلنا مش هنا والطريق كله كان مضل ولاحظنا ان في مجموعة من الناس قاعدة على الترعة مؤلعين حطب مش هنا بتحوالي ست دقايق على ما وصلنا لهم والدي دخل عليهم متكلم سلام عليكم اوصل للموقف من هنا ازاي كانوا بيبصوا لبعض الحد ما واحد فيهم اتكلم وقال يا رئيس انت اقدمك الطريق ده كله لحد اخره وحتوصل للموقف الطريق ده 3 كيلو تقريبا قاطعوا راجل تاني وكانت نظراته ليه غريبة وهو بيقول ده لا وصله وحست ان اعنيهم فيها لمعة غريبة وحست ان والدي كمان شاف كده علشان كده شدني وقال لي يلا وشكارهم ومشي كنت بترعش بس مش من البرد من الضلمة اللي في كل مكان كنت سامع اصوات غريبة وانا ماشي في الطريق ده بصيت لوالدي وقلت له هو انت سامع حاجة والدي مردش علي كان سرحان وبينفخ في سجارته بغل كنت عارف بينفخ سجارته بغل ليه هو كمان سامع بس بيقنع نفسه انها تهيقات بس انا اكدتها الطريق كان ضلمة كحل لدرجة ان ما كنتش شايف والدي بوضوح ووسط ما احنا ماشيين ظهر حيوان غريب ما كنتش شايفه ووالدي حاس برعشة في ايدي لقيته بيمسك ايدي جامد وبيقول لي اهدى اهدى ده ديب والديابة بتخاف من النار متتوترش فد المولع بولعته حوالينا وكملنا طريقنا لحد ما ظهرت ستة غريبة من وسط الزرع عبر ما شفتي والدي خاف قبل كده الا في اللحظة دي وانا كمان كنت بتنفض من الخوف الستة تكلمت وقالت ما لك يا جمال يا ابن رؤية خايف من ستة عجوزة قد جدتك ما تخافش انا عايشة هنا في الكوخ ده وعارفة انك عايز توصل لطريق الموقف انت لسه في نص الطريق الغربي مش عايزة اخوف ابنك الصغير اللي مترب في مصر واحكيله على الطريق الغربي اللي انت تربيت على حكايته وانت صغير ما عرفش ازاي جالك قلب تمشي في الطريق ده ابويا رد وقال لها انت بدرية اللي سكنت الطريق الغربي اللي كانوا بيحكولنا عنها يا ما انت فاكر اهو بس نص الحكاية اللي تربيت عليها يا جمال غلط بدرية مش بتخطف ولا بتنوت بدرية بتساعد اوعي ابني تبص صوراك لا ييجي اوانك واوعى تنسى حاجة من قطرك لا تفضل تايه هنا للابد دي نصحتي ليك قالت الكلمتين دول ودخلت الزرع تاني ما كنتش فاهم بس واضح ان والدي فاهم لانه شدني ومشينا والدي شغل ولعته وكملنا الطريق كنت ماشي جم وبترعش والامر زاد سوق لما ولعته خلصت ما كانتش رادية تشتغل في رماها من الغيز الدنيا سودت كنا سمعين خطوات ورانا لا مش خطوات بس في صوت شبه صوت والدي بيقول لي يوسف يوسف انت رايح فين اللي معاك ده مش هبوك بصلي الصوت كان بيصرخ وهو بيقول لي كده والدي ضغط على ايدي وقال لي ما تخافش يا يوسف انا بوك ما تخافش كنت خايف خايف ومش عارف ايه بيحصل كنت هبص ورايا من خوفي لقيته مسك رقابتي يوسف يوسف انت نسيت اللي اتقالك اوعد بص وراك فضلنا على الحال ده من الخوف لحد ما شفنا اضواء عربيات الموقف والدي قال لي الحمد لله وصلنا يلا نشوف مين هيسابق التاني قالها بضحكو فضلنا نجري جريت وبصراحة قلبي ارتاح ووصلت قابله وانا عند الموقف وببص ورايا ملاقيتهوش جريت علشان ادخل الطريق الغار بادور عليه لقيت سواك كان بيحمل المدينة شافني وانا واقف بادور عليه فجري نحيتي انت جاي منين يا ابني انا شايفك داخل الطريق الغاربي كنت بتكلم بصعوبة وانا بقول له ابويا ابويا كان معايا دلوقتي جينا من الطريق ده لقيت الراجل بيتكلم كتير بيقول لي ان الطريق ده ملعون ومحدش بيعدي منه يجي من اكتر من تلاتين سنة وقال لي انت زي خركت منه ده انت لو بصيت وراك او حتى وقعت وسبت حاجة مش هتعرف تخرج من هناك تاني وده خلني اعرف والدي مرجعش ليه الولاعة الولاعة الابويا رماها هي اللي رجعته تاني النهار ده انا سني عشرين سنة والدي مختفي من خمس سنين انا والدي مماتش والدي تايه جوه وانا هجيبه واقف قدام اخر نور عمود عند الموقف وهدخل الطريق المظلم ده تاني وانا معايا كشافي وبندقية صيد حابب انشر لك القصة دي قبل ما دخل ايني لو ما رجعتش اكيد انتو هتعرف انا فيه القصة دي برضو من كتاب الغرفة 77 جلا ندخل على القصة الثالثة جلال بيه الشاهد الاول حضر ادخلو دخلو يا ابني بسرعة وعملي فنجانها وعلشان انا خلاص فصلت دخل علي يا رجل مسن ولحيته بيه دولعت سجارة وولتله يعود ايه اقوالك يا محروس قول لي تعرف ايه عن المجن عليه ويهد دافع اللي خليه انتحر ويقتل مراته وبنته قبلها باسبوع ويكتشه من الريحة خصوصا انه استاذ عصام اللي في العمارة قال ان علاء الله ارحمه ندك قبلها بيوم الساعة 4 الفجر ايه ايه اللي عندك والله يا بيل انا هقوله ده صدقته وصدقته ما صدقتوش ما تاخدش بشهدتي واعتبرني راجل عجزت وخرفت بس العالم يا ابني فيه خفايا واسرار يا عم محروس لخص لخص انا مش فضيلك وراه تحقيقه وتقفيل محاضره معينة فخلص وجيب من الاخر عشان انا فاصل وقل لي قالك ايه بالتفصيل يا محروس ها بالتفصيل اكتب وراه يا حمدي انا عرف الاستاذ علاء من وهو عيل من ايام من ايام ما بقى تلومه في نفس الشقة كنت لسه جاي من اينا بدور على شغل وسبحان الله يا بيل اليوم اللي تعينت فيه ماتت فيه الحرمة من جزه ساعتها حسيت نفسي نحس وانها مقفلة معايا وحسيتني هامشي من الشغل يا عم محروس لخص لخص انت هتحكي لي معاناتك وكفاحك في الحياة ما تخلص احكي لي قتالها ليه وعلاق شافهم ازاي يا بي بالراحة يا بي بالراحة انا قد ابوك استحملني وبعدين ما انتوا اللي عايزين تعرفوا كل حاجة مش انا على العموم لما اغزى الحريم وهو اصلا كان بيلعب بديله كتير وفي ليلة سكره وعربادة يا بي رجع البيت لقى امراته بتتكلم في التليفون وبتضحك اللي عرفته يا بي انها كانت بتكلم جارها ما عرفش التفاصيل بس يعني ابو استاذ علاء وقتها كان تحول وفضلي زعق ويشخد فيها وانا كنت سامع الزعيم من تحت بس قلتها يا محروس ما تتدخلش ده اول يوم شغل ليك كنت شاف استاذ علاء طفل صغير بيتفرج على اخناقت ابو وامو في نص السلم وساعتها الست خدت شنطتها ومشيت بس هو شتمها فلمو اغزى يعني ام اتتف عليه ليه وليه بقى يا بيه اتتف عليه رح زيقها من على السلم ودول كانوا في الرابع الوليه واعت ماتت نفسه عزيزة اقو عليه يا بيه تفت عليه امراميها من الدور الرابع وما لو حدفته بالجاز ما كان هيعمل ايه اللهم اطولك يا روح يا عم محروس يا عم محروس ايه دخلو ده في الموضوع ابو سئدة تجيبني للاخر واحكيلي عن علاقه وبس علاقه وبس ما هون اللي مربي علاق يا بيه انا اللي مربيه وبقولك ماينتحرش هو بقى معجد حبتين بس ماينتحرش يعني طيب كمل كمل عم محروس نفسية علاقة دمارت يا بيه بقى طفلي منتوي خصوصا من عميته اللي جات عاشت معاه في البيت للي دمارتله نفسيته اكتر وخدلي بالك اصلاح علاق ده يا بيه عم محروس لو ما طلت تاني هنزلك الحجز وعلا يا بيه انت فاكرني حابب الاعداء معاك يعني ده انا حتى ما بطيقش الاسام والعمري دخلتها لول اني حاسس ان في حاجة غلط انا هجيب لك من الاخر علاق كبر بنفس طباعة وصفات ابوه بيكره الستات وبيشك فيهم مع انه جاوز الستة زهرة وهي كانت زهرة وبتحبه اوي بس هو كان دايما يشك فيها وعرفت منين انه بيشك فيها الستة زهرة كانت شغالة في بنك وبيعد عليها استاذ جمال ده صاحبها في الشغل وبيوصلها وبيرجعها ودايما وانا جاعد على المصطبة بشوف استاذ علاق بيبص عليهم من فوق في الشباك وعنه بتطج شرار وهل ده دافع انه يقتلها ويقتل نفسه الشك يعني يا بيه ما اتلهاش ولا اتل نفسه وده شك بس ما تقطعنيش بس وخذني على جد عجلي تحب تعرف انا شفت ايه لما روحت شقيته احكي يا عم حروس شفت الاغرب من الخيال يا بيه واستاذ علاق يومها ندالي عم محروس تعالي عايزة قال لي يا محروس انا عايزة اكتبات معي الليلة في الشقة علشان زهرة مش معايا في البيت وخايف طولة طمت نمي يا استاذ علاق وانا تصحي تحت لو في حاجة يعني لقيته بيرده بيقول لي لا 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 ارجوك يا عم حروس انت مش غريب عني ده انت 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 في مقام والدي طولة يا استاذ علاق الست زهرة لو جد وشافتني هتقول لها ايه ملكش دعوة انت خش بس انت عايزة تقول لي انه كان خايف يا عم محروس فوق ما تتخيل يا بيه بس انا عرفت وكان خايف من ايه كمل انا يا بيه لما دخلت البيت لقيت البيت كئيب فيه سواد غريب بيتي يخليك تكتئب وكأن ما بيدخلوش شمس قعدت في الصالة وبيت في الصالة واستاذ علاق جاب مرتبة وبرده بات في الصالة كانت تصرفاته غريبة وبيترعش صحاني من احلاها نومة يا بيه على الصريخ وهو بيقول لا انا مش عايز اموت بس اللي انا شفته مش هتصدقه يا بيه اسدق ما صدقش دي بتاعتي مش ده كلامك في الاول كمل انا شفت مدام زهرة في الحمام يا بيه والدنيا كانت ظلمة ولما سألت وطوله يا استاذ علاق يا مدام زهرة جات امتى قال لي بخوف انت شفتها انت شفتها يا عم محروس طب شفت ملك بنتي معاها صح؟ يعني انا مش مجنون الكلام ده كان امتى عم محروس اول انبارح يا بيه اول انبارح ازاي ازاي والجسة بتاعت مراته وبنته طب الشرع بيقولوا انهم يتوفيين بقى لهم اكتر من اسبوع يا بيه انا بقولك شفتها مش كده وبس انوار البيت كلها طفت وسمعت اصوات غريبة وبنت صغارة بتعيط فسبت البيت ونزلت وكان ساعتها بيقول لي هيقتلوني يا بيه وبردك نزلت طب وليه ما جيتش بلغت عم محروس ابلغ اقول لي يا حضرت الزابط راجل مراته عايزة تقتله ولا راجل بيته فيه اللهم حفظنا ثم انت يا بيه ما تعرفوش بالجسس الا لما هو تقتل انتحر بشوقك يا بيه شغلتك بقى انتحر تقتل بتاعتكو دي مش بتاعتي تمرني بحاجة يا بيه لا شكرا عم محروس تفضل انت ما كنتش مهتم بكلام بواب العمارة قوي ولكنه هيظل شاهد ولازم اسمعه كان مصمم انه تقتل من قوة خفية وحاجات خارقة وان مراته كانت عايشة كلام خرافي بواز لدماغي اكتر ما كانت بايزة طلبت قهوة تانية واستدعيت الشاهد التاني دكتور فواهد وده كان الطبيب النفس بتاع المجني عليه ازايك يا دكتور تمام الحمد لله بخير ها بقى عايز اعرف كل حاجة خاصة بالمريض اللي كان عندك رحمة الله عليه بس دي اسرار مرضى وما ينفعش ها هنبدأ بقى هنبدأ قصران مرضى واخلاق مهنة وشرف الطب يا دكتور ده مات وزمانه بيتحاسب احنا بقى اللي عايزين نحاسب علشان نشوف شغلنا خلصوا حات والدك وقول لي كل حاجة وكل حاجة لان كل حاجة هتفيدنا مش ممكن يكون تقتل لا والحية ما تقتلش امه ليه انتحر جميل كلام علمي وسليم وموافقك فيه ليه بقى علشان قتل يا ديني يا دكتور انت ليه محسسني انك حنفيت محمس والماما قطوعه متنقض في الكلام ما تحكي على طول انا عايز اسمع انا عايزك تتعب حمدي من الكتابة وراك ده بياخد مرتب على كده يرضيك كمل يا دكتور كمل اللي انا بقوله ده مش من اخلاقي ولا يمسي ليه بصلة بس انا لازم احكي من غير ممطلع علشان قعدتي في الامريكن دي انا ما بحبهش طيب يا كمل علاء كان شكاك لدرجة اولى كان عنده مرض اسمه او سي دي النبي عربي يا دكتور كان عنده وسواس قهري بالاضافة الهلاو السمعية وبصرية عنده تشيزوفرين يا حد وده بيخلق حالة من وجود خلاه يشوف ناس مش موجودة اصلا كان وصل لمرحلة خطر وكان وجوده في المنزل فيه خطورة بس للأسف هو جال من شهر وقال لي انه قتل مراته وبنته شهر ايو فن بشهر ودفنهم في المقطم في مقطم ايه انت متعرفش يا دكتور ان الجسس كانت في الشقة وعلى السرير عادي كمان وان الطب الشرع قال انها من اسبوع بس في الحقيقة انا عارف انه كوا لأيتون في الشقة ومن التطور اللي بيحصل في حالة علاء اقدر اقول انه عاش في خياله الدرجة انه ما بقاش مفرق ما بين الحقيقة والخيال وبين انه كان دايما يقول لي انه الحد دلوقتي بيشوف امه وابوه انهم لسه عايشين ومن اسبوع كاملة دكتور ومن اسبوع ايه من اسبوع رحت البيت عنده لانه ما بقاش يجي العيادة ولما رحت له ما افتكرنيش خالص وقال لي انت مين حاولت احرفه بنفسي وافكره لاني عارف حالته بس شفت بنت صغيرة بتبصلي من الاوضة سألته مين دي ابتسم ابتسامة غريبة وقفل الباب في وشي جاب بيت تانية يعني ولا ايه فهمني لا ملامح البنت كانت هي بنته اللي وراني صورتها للحظة حسيت ان انا بتخيل لاني شفت مكانة دفنة طيب يا دكتور انا عايز العنوان بالتفصيل اللي دفنها فيه خرج الشاهد التاني وبدأت احس بحيرة هو فيه ايه قطع تفكير الشويش وهو بيقول لي ان عمت المجني عليه جات فقلت له يدخلها تفضلي يا مدام مروه يزيد فضلك قول لي يا نسا انا مش عارف انا جاية ليه بس يمكن يفيد كل حاجة هتفيد يا مدام مروه ااسف يا نسا مروه سجارة؟ يا ريت علاء كان دايما طفل مشوش انا يا ما اسيت عليه يا ما حسسته انه خلاص بقى وحيد ولازم يعتمد على نفسه الاسوى دي كانت نتاجة عن كرهي لسامح اخويا كنت بعاقب علاء ابنه اللي مرهوش ذنب فيه كنت دايما شايفة نفسي عروسة بس من بعد ما بابا مات وانا بقيت وحيدة سامح ماهتمش غير بنفسه واخر كلمة قلتها له قبل ما يتعدم الدنيا خلتني انا ابقى وصية على ابنك تخيل انا هعمل في ايه كان خايف ومتوتر وفضلي زعق كنت دايما بعزب علاء وشويهه نفسيا اكتر كان دايما نقفل عليه اوتو يجيب صور لام وابوه القديمة ويعود يتفرج عليهم حد ما انا بروأ البيت في مرة لقيته جايب لوحة خشبية غريبة ولما سألت عليها عرفت انها حاجة اسمها ويجا ومن بعدها كل حاجة اتغيرت ازاي كل حاجة اتغيرت ازاي بقيت اسمع اصوات غريبة واحيانا علاء ما بيعرفنيش احيانا بحس ان فيه اتنين علاء مش علاء واحد اه طيب شكرا جدا يا استوزة مارو شكرا حركت مش عايزني اكمل شكرا يا استوزة مارو اتفضلي شكرا حقيقة انا نهيت الحوار معها بسخافة خصوصا ان انا مش مؤمن بالكلام ده نهائي قفلت المحضر ومشيت بس فيه حاجة بتقولي ما تروح المكان اللي قال عليه الدكتور وفعلا رحت واللي شفته انه فعلا كان فيه قبرين منبوشين وفي الارض وفي قلب الحفرة لقيت صورة بتجمع علاء ببنته ومراته عقلي مقتنع ان علاء قتل مراته وبنته علشان حس بشكه وانتحر بس قلبي رافض رحت الشقة بتاعت علاء تاني وقلت لصاحب العمارة اني لازم اععد فيها اخلص الاجراءات ودخلت اتماشى في الشقة لقيت فرقن في قوضة لح ويجا لقالت عليه عمت علاء قربت منها وانا عارفها كويس وعارف استخدامها وقسطورة انك بتكلم الارواح من خلالها بس الغريب ان ظهري الويجا كان عليه دم مسكت الظهري وحطيته على الويجا علشان الاقي الظهري بيتحرك وبيكون جملة اكتر من جملة انا ما انتحرتش هما اللي قتلوني اطلع بره بيتي بسرعة النور اطفى سمعت صرحة من قوضة علاء كنت باكسر الباب علشان اخرج وفعلا خرجت والنور رجعتني جوا الشقة وطلعلي محروس من تحت الباب اللي كان مفتوح اتقفل لوحده بس قبل ما يتقفل لمحت بنت صغيرة وعلاق وظهرة وقفين بيبتسموا من القوضة بصيت لعم محروس وكنت بسأله بعيني لكنه ابتسم وقال لي صدقت يا به صدقت ان العالم فيه خفايا واسرار القصة دي كانت من كتاب عادو للكاتب محمد سيد علي يلا بينا ندخل على القصة الرابعة هو موجود قاعد جنبك بيتفرج عليك وانت بتقرأ كلامي بصيت عليه مش هتشوفه بس هو شايفك الرعشة اللي حسيت بيها في ظهرك دلوقتي ده مش برد انت بتقنع نفسك انك بردان زي ما انا بحاول اقنع نفسي بكده سمع صوتك جوى نفسك دلوقتي بتقول ده كداب مش كده ده مش انت انت فاكر ان ده انت بس هو بيقدر يطابق صوتك جوى نفسك بيقدر يسيطر على جزء من مخك وظفته تصرفاتك وردود افعالك فاكر انك لو موت هو هيموت ده بيعيش بعديك بمئات السنين انا اسف انا اسف اني هشأل بحياتك بس انا عايز اخرج من هنا ارجوك خرجني من هنا انا ادم منصور عايش برا مصر محاسب في شركة كبيرة لا داعي لذكر اسمها ولا اسم البلد خلصت جرد في الشركة فوقت متأخر جدا وركبت عربيتي واتجاهت للمنزل سلكت الطريق السريع علشان انجز ولكن لسوق الحظ العربية عطلت اكتشفت ان البطارية نامت وعلشان تتشحن على بعد 40 كيلو وده صعب جدا لمحت بعيني بنسيون قديم شوية فكرت كتير قبل ما دخل وبات فيه ولكن الجو كانت تلج والعاصفة كانت شديدة علشان كده قررت ادخل ابات ولو ليلة واحدة بس دخلت البنسيون لقيت شخص عجوز قاعد على كرسي متحرك مساء الخير انا محتاج غرفة ليلة واحدة بس الغريب انه ابتسم ودني مفتاح متعلق عليه ورقة مكتوب فيها غرفة رقم 9 وما طلبش مني اي اوراق شخصية كان وضع غريب جدا عادة على الاقل تسلط بطاقة شخصية علشان احجز ولكني مهتمتش اصلا لاني هبات ليلة واحدة بس اخدت المفتاح وطلعت الغرفة المكان قديم قوي تقريبا اتبنى ايام الحرب العالمية الاولى لكرات قديمة جدا ولكنها شكلها شيك وانا بغير لحزت كتاب كان محطوط على التربيزة لجنب السرير الكتاب على فكرة بدأ بالسطور اللي انا قلتها فوق دي ومش هكدب انا خفت خفت اقل بالصفحة وانزلت بالكتاب للرجل القعايد اللي في الريسبشن علشان الاقي حاجة عمري ما كنت اتوقعها لقيت هيكل عظمي قاعد على الكرسي خيوط العنكبوت مالياه انا فين ايه ازاي قربت من الهيكل كان قدامه دفتر مطرب شكله ما تفتحش من سنين وقلم جاف ومكتوب اسم او اسمين كريستين جونس والفريد باري مكتوب جنبهم زوجين والتاريخ تسعتاشر تمانية الف تسعمائة وخمسين غرفة رقم تمانية في اللحظة دي انا هزتني رعشة غريبة اول مرة احس بيها خصوصا لما حاولت افتح باب البنسيون وما كانش بيفتح والتليفوني كان خارج التخطية سنيني كانت بالتكتك واطرافي منملة من البرد لا مش من البرد انا في دماغي اول سطر قريته من الكتاب اللي كان معايا الراحشة اللي حسيت بيها في ظهرك دلوقتي دي مش برد انت بتقنع نفسك انك بردان زي ما انا بحاول اقنع نفسي بكده مسكت الكتاب بس انا مش هقعد تحت طلعت الغرفة علشان اكمل اراية قفلت علي بالمفتاح ومسكت الكتاب حلشان اكمل الصفحة التانية اللي كان فيها انا عارف انت بتفكر في ايه بتفكر تنزل تحت عارف هتشوف ايه هتشوف هيكل عظمي للراجل اللي استقبلك وهتسمع اصوات غريبة ما اتطولش تحت ارجوك ما اتطولش تحت علشان هتلاقيها هتلاقيها ظهرتلك وهتبقى دي نهايتك مش مسدقني انا 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 لازم اعرفك بنفسي انا كاتب كاتب غابي طول عمره بيدور على كل ما هو غريب طول عمري بحب اكتب قصص حقيقية عرفت ان فيه بانسيون فيه روح شريرة قتلت سنة 1950 عن طريق جزء كان بيرقبها ولقاها حجزة ليلة مع شخص تاني خبط عليهم الباب وقتلها وقتلوا بس من حبه ليها قتل نفسه في نفس المكان بعد ما قتلهم لو انت بتقرأ كلامي هيخبط عليك دلوقتي واحد افتح له وما تخافش اما لو لسه مخبطش كنت لسه مخلصتش السطر علشان الاقي الباب بيخبط تخبيط غريبة كنت خايف كنت مرعوم تحركت البطء ناحية الباب وفتحته دخلت شاب بلبس بدلة تقريبا عنده حوالي اربعين سنة وهو بيبكي بيتكلم بتهتها وهو بيقول لي ما شفتش مراتي كريستيون مراتي مراتي هنا كنت ببصله انا بجمع مين ده وهو كان بيبصلي لكن اتبدلت دموعه بابتسامة غريبة وبدأ يضحك وهو بيقول لي انا قتلتها قتلتها علشان كانت بتخني جسمي ابتدى يترعش انا انا في حلم صح انا في حلم صرخت فيه قلت له انت عايز ايه مني بتلعبوا معايا ليه انا مقزيتش حد ملاقي يعمل حركات ببقوا ما في امتهاشه ولقيت اختارك الغرفة اللي قدامي غرفة رقم تمانية دخل في الباب قدامي بجسمي وكأنه هو قفلت الباب علي وانا بنهج كنت بنهج وبابكي وخايف مسكت الكتاب وانا خايف علشان اكمل اراعي علشان اخلص من اللي انا فيه ده اما لو لسه ما خبطش فكمل اراعي بس اعتقد انه هيخبط عليك دلوقتي قلبت الصفحة انت عرفت ده مين اكيد وعرفت كمان اني مش بضحك عليك لو الباب خبط مرة تانية اوعى تفتح اوعى تفتح دي نصحت ليك انت عايز تخرج من هنا اكيد قدامك دلوقتي ربع ساعة ربع ساعة تنزل تدور على مفتاح رقم تمانية حاول تلاقيه دور في كل مكان لو لقيته خرج الهياكل دي من الغرفة حاول تدفنها دفنة كريمة تليق بيها مجرد ما تنزل بالهياكل دي على السلم باب البنسيون هيتفتح اتمنى لك التوفيق وانزل ما تكملش اراعي الفضول كان بيقولي كم من القراية بس بس نزلت دورت في كل مكان ما لقيتش سمعت الاسوات المرعبة اللي كان بيقولي عليها كنت خايف لكن ما لقيتش حاجة عد حوالي 13 دقيقة جريت على الغرفة تانية وقفلت علي الباب ومسكت الكتاب تانية علشان اقرأ فشلت فشلت زي صح ولكن مهما كان مش هتبقى اغبة مني انت اكيد اكيد دخلت هنا بشكل خطأ اما انا دخلت بكامل اراضتي علشان اتاكد من اسطورة وطلعت حقيقة حاولت استخبى حاولت استخبى يا صديقي علشان الباب هيخبط دلوقتي استخبى في اي مكان بس قبل ما تستخبى دون اللي حصل لك معيني واثقل اللي حصل لك نفس اللي حصل الباب خبط فعلا الخبط كان بيزيد وما كنتش عارف استخبى فيهم نزلت تحت السرير علشان الاقي هيكل عظمي ببدلة وبرنيطة قديمة منكمش على نفسه نمت جنبه انا بترعش حطيت ايدي في جيبه ومعرفش ازاي عملت كده علشان الاقي بطاقة تعرفية قديمة مكتوب فيها فرانك ادوارد كنت عارف مين ده كويس ده كان كاتبي المفضل وانا صغير ما كنتش عارف ليه بطل كتابة كنت ما استمتع بقصصه المخيفة وظل اختفاقه سر بالنسبالي وبالنسبة لناس كتير بس الباب الباب تكسر القصة دي من كتاب عادو يلا بنا ندخل على القصة اللي بعدها سفرت برا الارياف علشان اكمل تعليمي في الجامعة الجامعة اللي ما قدرتش اكمل فيها بعد الوقع لدمرت لي حياتي كنت داخل الكلية وكنت ناوي اقعد في السكن الطلابي نظرا لمجموع الكبير في السنوية المدير اداني قوضة في الدور الاخير وقال لي واضح انك محظوظ قوي يا وليد ومن حظك ان القوضة دي بتساعة اثنين بس انت وزميلك الجديد ولكن الغرفة هتحتاج منكو شوية تنظيف سنة دراسية سعيد عليكم قال لي الكلمتين دوله وادعني اخدت المفتاح ودخلت القوضة اول ما دخلت لقيت كمية التراب رهيبة كانت القوضة مكركبة ومش مزبوطة وحسيت ان انا فعلا هعاني وهتعب جدا في تنظيف القوضة بس بعد لحظات من دخولها لقيت زميلي التاني بيدخل ورايا واضح ان ده شريك الجديد في القوضة ابتسم لي وقال لي مشكلين هنتعب جدا قلت له مش مهم انا وليد وانت يوسف يوسف حسين سلمت عليه وروقنا القوضة لحد الساعة 11 بالليل كان يوم مرهق جدا اخدت دشه ودخلت على سريلي وطفيت النور وقلت له انا اسف يا يوسف بس انا جاي من سفر بعيد ومحتاج انام هز بماغه ومكلمنيش وفضلي بصلي كتير وبعدها مسك كتاب وقعد يقر فيه مركزتش معاه لاني كنت فعلا محتاج انام كنت تعبان فعلا ولكن بعد ما رحت في النوم لقيته بيخبط على كتفي وبيقول لي وليد ما تيجي ننزل دلوقتي حالا بصيت في الساعة لقيتها ثلاثة اللي ربع السبح بتقول لي يوسف ما احترامي ليك يعني انت بصحيني الساعة ثلاثة إلا علشان تقول لي يلا ننزل مش عايزة بس اخيف معاك ولكن ده اسمه إلا تزوق ما ردش علي ورجع لسريره تاني وقفلت النور صحيت متأخر ما لقيتش يوسف في القوضة أكيد اتحرج يصحيني بعد اللي قلتم بارح رحت محاضراتي ورجعت الساعة خمسة مساء ما لقيتش يوسف برضو نخلت الحمام علشان اخدهش ولاقيت حد بيقى في الباب القوضة وراه خمنت ان يوسف جه ولما خرجت لقيته هو كان يوسف لسه زي ما هو قاعد مسك الكتاب بنظراته الغريبة وبيرائبني سلمت عليه وتلو زاك يا يوسف عامل ايه هز دماغه وبتسم كلامه قليل جدا قعدت على السريري ومسكت موبايلي عينه ما تشالتش من علي كنت بارق ابو بتار في عيني لدرجة ان يزهيئت وبصيت في الساعة لقيتها عشرة بالليل فبصيت عليه وقلت له انا هنام يا يوسف تسبح على خير كان بيبصلي بدون ريأكشنات وهو بيقوللي وليد تعال معايا ننزل دلوقتي في الحقيقة انا اجتماعي جدا بس الشخصية دي غريبة فلاقيت نفسي بتعصب وبقول له يا عم انت احنا مش صحاب وشايفك واخدك العشم قوي فيه ايه نظراته بقت حدة وغمضة ولايته بيقفل النور حسيت ان عنده مشكلة نفسية وان اللي عملته ده ما يصحش ممكن يكون عايز يحكي مشكلة مضايقات ففتحت النور تاني قلت له يوسف انا اسف بس انا مستغربك لو عايز تحكي اي حاجة انا سمعك وممكن نحلي لو عايز تفضفض فلاقيته بيرد لا انا عايز انزل تحت بس كان جواب غريب فكرت كتير انزل ولا لأ بس لقيت نفسي بقفل النور وبشد الغطى وبنام صحيت لقيته قاعد نفس قاعدة بارح بيبصلي بنفس النظرات وهو على سريره اللي قدام سريري مركزتش كتير وقلت له الصباح الخير يا يوسف مردش علي بيرقبني بعينه بس دخلت اخدهش وكررت ان انا صالحه لما اخرج انا اسف يا يوسف وحقك علي ودي دماغك ابوسها يا عم وكمان انا يشرفني انكون صحاب طلعت الموبايل وفتحت الكاميرا واخدنا صورة ونزلت المحاضرة بس هو قال ان هو مش هينزل في نص المحاضرة جات لي مكلمة من البيت ان والدي تعبان جدا وطالب يشوفني تخضيتي ممكن فيه حاجة واستأذنت ومشيت وسافرت البلد فضلت هناك اسبوع بتطمن على حالته ولما بقى كويس رجعت الكلية تاني ولما رجعت الكلية لقيت فيه حالة حداد فيه شيء غريب وفيه خبر متداول عن موت شاب اسمه سامح ولما استفسرت قالوا لي ان ده زميلي في الغرفة وجيه بعد ما انا ممشيت بيهم قلت لهم وانا متعصب انا زميلي في الغرفة اسمه يوسف يوسف حسين قالوا لي انه مفيش حد بالاسم ده في الكلية انفعلته وطلعت التليفون علشان اوري لهم شكل في الصورة لقيت نفسي في الصورة الواحدي واحد قال لي ان اخر واحد كان شايف سامح كان بيقول انه بيكلم نفسه تحت ومنفعل جدا وكان مصور نفسه فيديو ترياءه قبل موته ووروني الفيديو كان سامح ده بيقول يعني انت منزلني هنا معاك علشان تعمل الحاجات الغريبة دي طب انا هاطلع هاطلع وما بخافش من الهبل ده واعدل صوتك كل اللي استنتجته دلوقتي انه مفيش حد اسمه يوسف وانه لو كنت انزلت معاه كان هيبقى مصيري زي مصير سامح القصة دي من كتاب عادو يلا بينا ندخل على القصة الاخيرة كنت شغال في شركة تبع اعمال البناء من ايام قليلة جدا جي كاهن وقال انه محتاج يعمل بعض التجديدات في كنيسة قديمة اتكفلنا بالمهمة من المهندس واستلمنا الشغل لكن واحنا بنهدم لقينا فتحة في الجدار الخلفي بتاع الكنيسة الفتحة دي كانت بتوديك لمدخل صغير ومش متصل بالكنيسة خالص زي ما تقول كده كان مقصود ان النافق الصغير ده ما يبنش وانه يتعزل عن المبنى كله دخلت انا والعمال على اضواء الكشفات لاحظنا حاجة غريبة قوي صندوق اسود خشب يطولوا مترين وقديم جدا كمان الخشب راطب قوي وفاسد بالاضافة كمان لكلام غريب مكتوب على جانب الصندوق واضح كمان ان الكنام اللي كان مكتوب كان قديم لانه بدأ يتلاشى سبتنا الصندوق باحكام وما كانش فيه اي نية الفتحه نهائي ولما وصل المهندس حكيت له على اللي شفناه وطلب مني اتصل بالكاهن على قوم سأل خير يا فاندي من اسف ان انا باتصل بيك في الوقت المتأخر ده بس واحنا بنجدد الجدار الخلفي لقينا صندوق اسود خشبي فضلت صامت لفترة طويلة انا انا ما قلت لهش حاجة وبعدها قلت ايوا يا فاندي انا هاجي اتعامل معاه بس من فضلكم خلوه في مكان امن ومحدش يفتحه ومحدش يقرب منه في الحقيقة كلامه قلقني جدا وخلاني اتوتر خدت الصندوق الكبير مع اتنين من العمال وحطوته في زاوية داخل الكنيسة خصوصا ان الكنيسة دلوقتي محدش بيدخلها فده مكان امن جدا شلت كل الحاجات الخاصة بيا وروحت وفي منتصف الليل المدير اتصل بيا فرديت عليه الو الو في مشكلة كبيرة تعالى دلوقتي حالا مشكلة ايه يا فاندي الحارس بتعواردين بالليل لو قاطع النفس على الطريق والشرطة بتقول ان علامات الزعر واضحة على وشه لبست وجريت للكنيسة علشان الاقي زمايلي وقفين مع الكاهن بتاع الكنيسة وقدامهم الصندوق مفتوح والكاهن بيقول انا حزرتكم قلتلكم بلاش بلاش حد يقرب منه بلاش حد يفتحه هو دلوقتي قريب قريب مننا انت وديته الحارس ده المستشفى معيني واثق ان الوقت فات ولعت سجارة وانا ببصله وهو بيتكلم وبدأت اتمشى ناحية الصندوق اتصدمت لما لقيت الصندوق جواه جسة جسة مشوهة مش جسة انسان لا مفيش انسان بالشكل ده مفيش انسان ليه راسين وليه اربع اذرح واربع اقدام في اللحظة دي بدأت فعلا اترعب زماي في العمل كانوا متوترين وخايفين الكاهن كان ماسك ماء مقدس وعمال يرش وبيقول كلام بقراءة لاتينية كنا بنتناقش نبلغ الشرطة ولا لا لكن الكاهن كان متوتر حتى ما بصش علينا وهو بيشيل الصندوق وبيحطه في العربية بس قال لنا انا اسف اسف ليك وكلك وبشكركم جدا قالها ومشي وخلانا كلنا في حيرة في اليوم التالي عرفنا ان الحارس مات بنوبة قلبية بالرغم انه في اوائل التلاتينات مش بس كده لما جينا تاني يوم لقنا الحارس التاني قاعد في رقنا ما بيتكلمش وبيترعش كان رافض يتكلم مع اي حد وبدأ يصرخ محدش بقى عايز يشتغل في الكنيسة لسبب اكبر وهو ان بعض من زمالي اتصابوا بمرض غريب ونادر من رغم انهم كانوا مشوا من منطقة الكنيسة اصلا في مساء نفس اليوم اتخبطت في رجبيتي وما كنتش قادر اتحرك مديري كتاب لي راحة في اليوم ده كنت في البيت ما بفكرش غير في كلمات الكاهن نظراته وسكوته وخوفه فضلت اقارينا عليه لحد ما رد وفضلنا نتكلم فوق الساعتين ارجوك انا عايز اعرف كل حاجة بالزبط مين اللي كان في الصندوق ده وليه شكله كده وإن اللي بيحصل الوسطورة بتقول انه كان عايش في وقت من الاوقات ومات من زمن بعيد او ماتوا هو ما كانش واحد كانوا اتنين اتنين اطفال لعيلة في جنوب القرية اهلهم ما استحملوش خصوصا انهم كانوا فقرة بعوهم لتاجر عبيد وانتهى بيهم الامر في المسارح والسرك والسفر علشان يعملوا عروض يعني ايه كان عايش وبعدين كانوا عايشين انت بتقصد انهم كانوا شخصين من شخص واحد انت تقصد انهم كانوا توقم والراصين دول بيتكلموا متأكد اني عايزني اقولك كل حاجة ياريت ياريت تكون صريح معايا وتفهمني انت اللي طلبت على العموم كانوا اتنين توقم مش واحد بس واسناء ما هم بيقدوا العروض اشتراهم شخص اسمه تينا جاكو كان بيعبد الشيطان ودايما بيعمل سحر اسود غريب لما لقى التوقم عجبوه اشتراهم من الملك بمبلغ ضخم جدا علشان يبقوا بتوعه ايوة يعني كان عايز ايه منهم الحقيقة هو كان دايما بيعمل سحره على الحشرات السمة والحيوانات بس قرر انه يعملوا على الناس ويخلق منهم لعنات واستخدم التوقم سابهم في غرفة ملعونة بدون اكل او ميا حباسهم قد ايه في الغرفة سابهم لمدة تكفي القتل واحد والتاني بقى شبه هيكل تخيل انت بقى مش مش عايز اتخيل مش عايز اتخيل الحاجات دي سدقني اللي هولهولك ده اصعب الاسوأ والتعذيب عندتين اجاكم اخلصوش خرج اللي كان عايش من الغرفة الغريبة وبدأ بتقطيع جسط الميت الاطراف والراس وجاب الولد اللي عايش وعمله عملية مؤلمة جدا وخيط كل اجزاء الشخص المتوفى في الشخص اللي عايش علشان ينتج الكائن ده الرجل ده عمل ايه مع قراءة التعويز المفقود على الجسم قدر يصنع مالك موت خاص بي مش فهم الكائن اللي كان مع حصده ارواح مئات من البشر في القرية بقى يقدر يقوله المستقبل والحاضر بقى في ايده قوة مهولة مع كل روح كانت بتتاخد كان بيزيد قوة الكائن ده بس تنجاكم استكفاش ارى عليه تعويزة تانية ساعتها الكائن ده اختفى وما بقالوش اثر وبعدها تنجاكمات فأسره محروق واتبنى على أسره كنيسة طب ازاي بتقول ان الكائن ده اختفى واحنا لقينا جسطه والكنيسة دي اللي احنا كنا فيها صح؟ مش كل الاساطير دايما صح ومش لازم تسدقها كلها زي ما انا عملت عمري ما سدقت ان الكائن ده اختفى الكائن كان محبوسه بفضلكم انتم انا لقيته الكائن دلوقتي معي انا والكلمات اللاتينية اللي انت سمعتها دي كانت التعويزة للمكان كله معناها باختصار ان كل اللي حضر وشاف هيموت يعني ايه؟ كلكم هتموتوا وراء بعض كل اللي ساهم في ظهوره للأرض تاني هيقضى عليه انا هواديك في ستين دهية مين هيصدقك؟ مين هيصدقك وانت خلاص ايامك معدودا؟ ركبت عراميتي وجريت على اسم الشرطة علشان ابلغ باقوالي لكن بدوس فراهم المفيش انا ماشي على طريق سريع بسرعة مية وعشرين كيلو اكيد هموت بس انا بسجل الريكورد ده علشان اقول انه ما كانش قضاء وقدر بسبب الصندوق الاسود طيب انا ما كنتش اتخيل ان الاختراع اللي انا شاركت فيه انا ومتين مهندس قادر ان هو يدمر البشرية في ظرف ثمان سنين بس ما كنتش اتخيل ان المشروع ده هتبقى نتيكتو مرعبة بالشكل ده لأول مرة اكون مستغرب نفسي وانا بقول مستوحاة عن قصة حقيقية هي مستوحاة عن قصة حقيقية بس مين بقى فكر يكتبها؟ الكاتب محمد سيد علي ويلا بينا نبدأ انا محمد خيري وده برنامج الراوي الجيل السادس او المعروف دلوقتي بالواقع البديل الفكرة بدأت لما ظهرت شركة جديدة اسمها ميتا فيرس واللي بيتلخص معناها فيما وراء الكون المشروع كان هدفه باختصار شديد جدا انه يصنع عالم افتراضي سلاسي الابعاد والعالم ده هيبقى محاكي للواقع بشكل اعمق ويكون افضل وكان تبرير المشروع ده هو كثرة البشر وقلة الموارد وتسمى البرنامج بالواقع البديل لمزارة الفكرة دي اتقدم اكتر من خمس تلاف مهندس من كل انحاء العالم اتحطينا تحت اختبارات صعبة من تحليل نفسي وفك رموز وشفرات علشان تتم التصفية على متين مهندس بس كنت انا المهندس العربي الوحيد اللي اختروه مع اني ما كنتش اكفأ شخص ولكن تم التصفية وتقابلت فعلا ساعتها مر وقت وليل وعملوا معايا مقابلة لما اعطت مع الشخص المعني ان هو يقابلني قال لي لقاتي هل تعرف انت تم اختيارك ليه يا بلال مع ان فيه كتير افضل منك قلت له لقا معرفش رد وقال لي في الحقيقة يا بلال انت اكتر شخص من اللي متقدمين محتاج الواقع البديل قلت له وش معنى يعني خليني اقولها لك ببساطة جديدة جدا لانك يا بلال في الواقع البديل هتقدر تشوف فرح وعصام تاني لما قال لي الجملة دي تفزعت دموعي نزلت وما قدرت شمسك نفسي وساعتها مر في دماغي فلاشباك قديم فلاشباك للحدثة الحدثة اللي انا قتلت فيها امراتي وابني انا اللي كنت بسوق بتهور وعلشان كده حصلت الحدثة القدر عقبني انهم ماتوا انا بس اللي عشت عشت بس علشان اتعذب خرجني من الحالة اللي كنت فيها دي وهو بيقول لي لا بلال انا مش بقولك كده علشان دموعك تنزل انا بقولك كده علشان يبقى حافز ليك ابنك وامراتك هتقدر تعملهم تاني بنفس افكارهم بنفس طبعهم كل ده عن طريق الزكاء الاصطناعي اكيد انت فاهم هتقدر تاخدهم في حضنك هتقدر تعيش كل لحظة اختفوا فيها من حياتك وتشوفهم تاني يا بلال وفي الحقيقة مش انت بس ده كل شخص في العالم اي حد فقط حد بيحبه هيلاقيه في الواقع البديل بعد كلام كتير منه كان ده فعالية وباور رهيب جدا اني انفس كل اللي مطلوب مني وكل اللي الشركة طلباه وده في سبيل اني اشوف اللي هو بيقوله ده بيتحقق هل فعلا هقدر احدوا المراتي وابني تاني هل هقدر عيش معاهم تاني اتمنى كل شخص من المهندسين كان ليه دور في البرمجة والتصميم الغريب اننا تفرقنا اقسام وكان الغريب فعلا ان محدش عارف كل قسم مختص بايه وكانوا مشددين جدا على انه مفيش مهندس يقدر يتعامل مع مهندس في قسم تاني ممنوع الكلام بينهم نهائي القسم بتاعي ما كانش ليه علاقة بالارض داخل الواقع البديل بس كان ليه علاقة بنظام الجو والظواهر الخارجية بتاعت الجو الشمس الشتاء الرعد الحاجات دي بعد سنة وشهرين تقريبا انتهت النسخة التجربية من المشروع واللي كانت مختصرة على موظفين الشركة والمهندسين بس عبارة عن أبليكيشن بتنزله على موبايلك او اللابتوب بتاعك وبتلبس قناع متوصل بالأبليكيشن ده وفعلا اول ما انتهت النسخة التجربية بدأنا نسجل حسابات خاصة بينا على الأبليكيشن دلوقتي اقدر اقول انه في الواقع البديل مفيش عيوب خلقية كل اللي عليك بس ان انت تحط صورة ليك في الحساب وهتتحول على طول بشكلك جوه الميتة كمان لو انت مش حابب حاجة في هيئتك تقدر تغيرها تغير اي حاجة في مظهرك او شكلك تقدر تعمل ده بكل سهولة ولكن بشرط واحد بس انه ممنوع يتغير للأبد يعني بعد ما تعمل التغيير ما تقدرش تعدل عليه تاني فعلا عملت حساب واضافت شخصية بنفس شكلي نفس الملامح نفس أبعاد الجسم كل حاجة الموضوع كان مدهش جدا لما حطيت القناع أو النظارة اللي بنشوف منها الواقع البديل الواقع البديل ما كانش يختلف كتير عن الواقع بتاعنا العكس ده كان أحسن من واقعنا بمراحل الشيء الغريب فعلا اللي لحظته من ساعة ما لبست القناع هو اني قادر أشم الزهور في الواقع البديل قادر أحس بطعم التفاحة اللي أطفتها من الشجرة جوه البرنامج الموضوع كان حقيقي جدا حقيقي بدرجة مبهرة انتهت التجربة وكنا كلنا في حالة زهول من اللي شفناه علعت القناع وأنا مندهش مش مصدق لقيت رئيس القسم اللي عمل معايا مقابلة قبل كده بيقولي قبل مخرج بلا لو سمحت عايزك رحت المكتب علشان قاعد قدامه ولقيه بيلبس القناع بتاعه وبيقولي ألبس القناع بتاعي في الأول كنت مستغرب علشان أنا لسه خارج زي زي بقية المهندسين من الواقع البديل بتاعنا لبست القناع دخلت الواقع البديل تاني والمرة دي لقيت واقف جنبي في الواقع البديل بشخصيته اللي هو صممها وبيقولي ايه رأيك في الفيلا دي؟ رديت قلت له جميلة جدا كان قدامي فيلا كده بشكلها حلو جدا قلت له حلوة جدا ده ايه ده؟ ردوا قال لي الفيلا دي بتاعتك هتلاقي جوا في مفاجأة خاصة بيك اشتغلت عليها بنفسي وبرمجت زكاها الاصطناعي بنفسي ودي مكافأة ليك وسبني ورجع خطوتين لورا وأنا اتقدمت ودخلت من باب الفيلا أول ما فاتحت الباب لقيت فرح وعصام قاعدين على كنبة فصالة كبيرة اتفجأت ووقعت المفاتيح من إيدي كانوا هم بالزبط أعصام بيجري علي أو هو بيقول لي وحشتني قوي يا بابا أما فرح كانت بتعيط كانت بتعيط وهي بتبصيلي بدموع الفرحة قربت منها وأنا بلمس شعرها وأنا في حالة زهول حضنتها كان جسمها ملموس جسم بشري زي أنا حاسس بيها حاسس بحضنها لي ما بقيتش مصدق ما بقيتش قادر أتخيل لحد ما رئيس القسم شال القناع مني وهو بيقول لي إيه رأيك في الإنجاز البشري الجديد ما كنتش عارف أرد كل اللي كنت عايزه أني أدخل جوه الواقع البديل تاني وبأقصى سرعة كنت عايزة أشوفهم تاني بس هو كان رافض وقال لي إنها نسخة تجربية ولسه هنعلن عنها بشكل رسمي قريب جدا عدت سنة تانية كاملة على التعديلات وأنا وكل زميلي بنعمل أقصى معندنا علشان ندخل الواقع البديل لأن الموضوع فعلا عجبنا بعد ما خلصنا أتعرض البرنامج بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا وابتدى ينتشر انتشار واسع جدا البرنامج كان مجاني وسعر القناع كان قليل جدا وده كان موضوع غريب شوية خصوصا أن الموضوع تكلف جدا ولكن كان تبرير السعر القليل ده في النظام التسويقي إنهم عايزين انتشاره يكون سريع جدا ويوصل فعلا لكل الناس وفعلا الميتافيرس بقت في ظرف شهر واحد بس مع أكتر من نص الكوكب وشهرته بدأت توسع لدرجة إنه استولى على كل وسائل التواصل وبقت وسيلة التواصل الوحيدة هي الواقع البديل الغريب في الأمر إن ما فيش أي اختلاف في جوه الواقع البديل من حيث نظام الحكومات والدول لا كل الرؤساء هي هي وكل حدود الدول هي هي الاختلاف الوحيد هو إن بمجرد دخولك للبرنامج أنت ما بتبقاش فقير على الأقل دلوقتي لأن سروتك ساعتها بتتعدى الاتنين مليون ميتة ودي العملة اللي بتقدر تشتري بيها كل حاجة أنت حبيبها جوه الواقع البديل بعد سنة واحدة بس أكتر من ثلاث تربع الكرة الأرضية بقى ليهم شخصية في الواقع البديل وبدأنا إحنا كمهندسين نحسب عدد الساعات اللي بيقضيها الفرد داخل الميتافيرس واللي بقت في أول سنة أكتر من 14 ساعة وبعدها وصل المعدل لعشرين ساعة في اليوم الناس بقى التنام وهي لابس قناع الواقع البديل شيء غريب جدا ولكن مبرر أنت جوه الواقع البديل بتقدر تعمل كل حاجة شوبينج، سينما، كورة، دراسة كل نشاط تتخيله أو ييجي في بالك أنت بتنفزه وأنت نايم على سريرك من غير ما تضطر أنك تتحرك أصلا على قد ما كنت سعيد بحياتي مع فرح وعصام وعلى قد ما صروتي وصلت جوه العالم البديل لتنين مليار إلا أن كل دا ما منعش الشركة أنها تنزل تحديثات جديدة نزلت فعلا تحديث جديد وهو القدرة على الإنجاب أيها بالضبط أنت تقدر تتجوز وتخلف الطفل هيبقى عنده زكاء إصطناعي هيقدر يكتسب خبراته منك ومن نشاطاتك الحياتية هياخد نص شكلك ونص شكل زوجتك يوسف نقول أن مع كل التطور دا الموضوع أصبح مرعب جدا بقى في بشر بزكاء إصطناعي عايشين معانا وما تقدرش تفرق ما بينهم حكومات الدول كلها استثمرت في الواقع البديل دا ومع الوقت بدأ عالمنا الحقيقي ينهار ما بقاش في حياة أصلا بدون القناع تب هل الواقع البديل دا مستباح أن أنت تقدر تعمل فيه اللي أنت عايزه تقدر تغلط يعني؟ أكيد لا الغلط في الواقع البديل بيكون لي عقاب والعقاب كان موحد على الكل والعقاب كان عبارة عن مسح حسابك من منصة الواقع البديل ودي بالنسبة للناس زي الإعدام الناس بدأت تخاف ترتكب أي غلطات علشان ما ترجعش للواقع العادي الناس كلها بقت عايزة تعيش في الواقع البديل طول الوقت خايفين يغلطه وخايفين يتعاقبه ببساطة جديدة جدا شركة متافيرس اتحكمت في العالم كله وأنا من حيتي كنت رافض اللي بيحصل ده وصاخت عليه جدا كنت كل مقلع القناع بلعا نفسي لأنه اللي حواليها دي ما بقيتش عيشة الشوارع أصبحت فاضية جدا وسائل المواصلات أصبحت معدومة واللي أصعب وأصعب هم البشر اللي اتحكم عليهم بمسح حسابتهم من منصة الواقع البديل الناس دي تحولت لوحوش بشرية وحرمية بقوا بيجوبوا الشوارع يخربوا فيها لأنهم خلاص ما بقوش مقتنعين بالعالم العادي بتاعنا بالنسبة لهم الواقع البديل اللي كانوا عايشين فيه هو العالم الحقيقي والدنيا بتاعتنا دي ما بقيتش تلزمهم في حاجة أما الحكومات في عالمنا الحقيقي بقت تختلف كتير جدا عن الواقع البديل الحكومات في عالمنا ما بقيتش تعمل غير وزارة واحدة بس بمعنى أنه ما بقاش فيه غير وزارة واحدة بس وزارة اسمها الحفاظ على البشر الوزارة دي هدفها أنها تعين ناس مسؤولة عن أكلك وشربك وتجيبوا لحد باب بيتك من غير فلوس الحساب بتاع الحاجات دي بيكون داخل الواقع البديل وبتتحاسب على سعر اللي أكلته بالمئة بس للأسف مش دي الوظيفة الوحيدة لوزارة الحفاظ على البشر الوزارة دي بتقتل الفقرى ورجال الدين بتقتل كل اللي رافض لفكرة الواقع البديل ومهما الناس دي بتعاني فمحدش بيسمع لهم صوت البشر كمان بدأوا يقله بشكل ملحوظ ومع الوقت ومع كل اللي بيحصل ده اكتشفت أني مش لوحدي من المهندسين اللي رافضين الفكرة كان فيه مهندس اسمه كلارك جونس كان خبير التقنية في قسم السيرفرات المتحكمة في الأقنعة بدأنا انخطط أنا وهو بعد ما حكيت له وحكالي كل الحاجات اللي هو رافضها واللي أنا رافضها في البرنامج ده وابتدينا نفكر جديا أننا لازم نمحي وجود البرنامج ده وفعلا العدد بتاعنا زاد وبقينا أكتر من عشر مهندسين من مختلف الأقسام رافضين اللي بيحصل وبدأنا مهمتنا في سرية تمة كلارك كانت فكرته الأولى أنه يمحي العملة من البرنامج وده هيعمل خلل للمستخدمين بأنهم مش هيقدروا يستمتعوا برغباتهم جوه الواقع البديل أما أنا فعملت خلل في نظام البرنامج وبدأت ألعب في النظام الجوي والأمطار والعواصف وبقى الجو داخل الواقع البديل مش أحسن حاجة بدأت الأمطار تنزل جوه البرنامج بغزارة جديدة جدا والعواصف بدأت تهب على المستخدمين باستمرار ولكن كل ده ما كانش بيحوق قوي لأن أغلب المهندسين قدروا أنهم يحلوا كل المشاكل دي في ساعات معدودة كنت خلاص شبهة فقط الأمل أني أوقف اللي بيحصل ده لحد ما في يوم جات لي مكالمة من كلارك وكان بيقول لي فيها بلال أنا خلاص قدرت أوصل لفكرة أني همسح شفرات الموقع كله وبكده الموقع هيقع بدون رجعة وهتختيفي كل الحسابات الموضوع هياخد نص ساعة تقريبا لو فشلت أعرف أني تمسكت وأن بعد كده ما فيش أي أمل خلصت المكالمة دي ولبست قناعي فورا ووصلت للفيلة بتاعتي في الواقع البديل حبيبي أنت جيت؟ رميت المفاتيح وما ردتش عليها قرب مني عصام ابني وهو بيقول لي ما لك يا بابا أنت زعلان؟ قعدت على الكرسي بحزن جديد فقربت مني فرح ما لك يا بلال؟ فيك حاجة متغيرة أنا عايز أقول لك أن أنا أن أنا آسف يا فرح آسف؟ آسف ليه؟ طول عمرك كنت كنت بتقولي لي سوق بالراحة أنت عمرك ما سوقت بتهور ما لك؟ أنا عمري ما سوقت بتهور بعد ما ظهرتي في حياتي تاني حياتك تاني؟ مش فهمة أقصد بعد ما كنت السبب في موتك أنت وعصام بلال أنت مالك فيك إيه النهاردة؟ فيه أنه أنه ما ينفعش ما ينفعش نعترض على قدر ربنا فيه أنك مش حقيقية يا فرح أنت متي من عشر سنين مت؟ متي إيه بس؟ حبيبي أنا قدامك لا أنا اللي مخليكي قدامي بقناع أنا لابسه أنت مش موجودة يا فرح بلال إحنا لازم نروح لدكتور أنت ما بقتش متزن بصلها عصام وهو بيقول لها ماما هو بابا بيعيط ليه وهو بيكلمك شدت عصام نحيتي وأنا بحضنه وبقول لفرح تعرفي المشكلة يا فرح؟ أنكو حقيقين أنكو حقيقين جدا بس ما ينفعش ما ينفعش تكونوا موجودين العالم ده مش حقيقي يا فرح وأنا بكلمها التلفزيون اللي في الصالة اختفى الكراسي بدأت تختفي فرح فرح بدأت تبص باستغراب وعصام بان عليه الخوف وبعد دقيقة عصام اختفى من إيديها فرح ابتدت تصرخ وهي بتقول لي بلال إيه اللي بيحصل هو فيه إيه؟ بس اجتها من كتفها وقلت لها فيه إنك هتوحشين يا فرح الفيلا بدأت تختفي فرح بدأت تختفي وأنا سامع صراخها وبابكي شلت القناع ولقيت 8 مكالمات فيتا من كلارك ورسالها مكتوب فيها أنا نجحت يا بلال الموقع اختفى ما بقاش فيه واقع بديل القصة الثانية برضو من حكايات العالم الثالث للكاتب محمد سيد علي فتعالوا نشوف بتقول إيه أنا ما كنتش أتخيل إن أنا شوفه تاني ما كنتش أتخيل إن أنا ممكن أشوف عزيز تاني عزيز كان صديقي الوحيد بعد ما بقى عالم كبير في علم النفس والطاقة وإسمه بقى يتردد في كل أنحاء العالم ما كنتش أتخيل أبداً إن خبطة الباب الساعة 9 بالليل هيكون وراها عزيز عزيز اللي أنا ما شفتوش بقى لي كتير جدا لما فتحت الباب كان جواه شعور نحيته ومش عارف أوصفه بين الشوق كده الأيام السنوية والجامعة وإني أقوله قديه هو أوحشني وما بين شعور بالكره نحيته كره لإنه سرق مجهودي في مشروع اللوسيد دريمينج أو الاستيقاظ جوه الحلم خد المشروع بكل بساطة عمل عليه شوية تعديلات وقدمه ونسي صهري معاه بلو كمان نسيني بالمرة معيني أنا كنت ممكن أعمل كده لأن فكرة المشروع ده كانت فكرتي من الأساس فكرة مشروعي في الكلية كانت بتتلخص في أنك تصحى جوه حلمك وكمان تتحكم في أنك ممكن تطير مثلا أو تصنع شيء أنت عايزه أو حتى تعيش قصة حب مش قادر تعيشها في الواقع الموضوع كان أشبه بلعبة فيديو جيم كل ده جربته أنا وعزيز لمدة 8 سنين ولكن جي عزيز وخد المشروع وعمل عليه تطورات وقدر أنه يخلق عالم جديد عالم جديد اسمه أو تجربة الخروج من الجسد اعتمد بشكل كبير جدا على مشروعي وضاف لي حاجات بسيطة وقدمه واتبعت له دعوة من أمريكا علشان يناقش مشروعه اسمه لمع جدا في الكلية بتاعتنا وده خلى كل الطلبة يقربوا منه بما فيهم مريم مريم دي بكل بساطة كانت حب حياتي ولكن كنت عمري ما فكرت أقرب منها عمري ما فكرت صراحة أو تكلم معاها ويمكن هي كانت السبب الأول في مشروع اللووس الدريمينج من ضمن الأسباب اللي عملته علشانها هو أني أقدر أخلق قصة حب وهمية قصة حب مش موجودة بس غير في حلمي عزيز قرب لها واتجوزه وسفره بره وعدت سنين كتير جدا وديني دلوقتي يفاتح الباب علشان ألاقيه لابس بالت واسود وبيبصلي بابتسامته المعهودة وبيقول لي عيسى وحشتني جدا ما كانش ينفع أنزل مصر من غير ما شوفك قرب مني علشان يحضنني حضنته بمنتهى البرود وأنا بقوله نوارت مصر وبتخوك عزيز دخل وقعد ورحت عملت قهوة طول ما أنا بعمل القهوة وهو عمال يتكلم عن الماضي عمال يتكلم عن أيام الكلية أيام المشروعة وعني وقتها لحد ما مليت عدت قدامه وأنا بقوله أنت جايلي ليه يا عزيز أنا عارف أنك شايل مني وعارف أنك مش طيقني بس أنا عارف أنك أكتر واحد تقدر تساعدني بسط له وأنا بضحك بخبص جديد جدا وأنا بقوله وتفتكر يا عزيز أن حتى لو بما قدرت إني أساعدك أنا ممكن أعمل كده رده وقال لي على حسب يا عيسى السؤال ده نسبي لو عايش على ذكريات الماضي ولسه بتفكر فيها فأكيد هشرب قهوتي وامشي بس لو عايز تمدي إيدك للمستقبل فأنا بمدي لك إيدي وعايز أكفر عن الماضي بتمدي لي إيدك أنا مكنش عايز أقول الكلام ده بس أنا بطلب منك دلوقتي إنك تخرج بره بيتي بيتك أنا هي بيت ده يا عيسى العشة اللي أنت قاعد فيها دي بتسميها بيت ولا الحي بتاعك الفقير ده الحياة فرصة يا عيسى ولازم تستغلها فرصة طبعا ولازم أستغلها زي ما أنت استغلتني زمان مش كده زي ما أنت سرعت كل أحلامي صح ما بحبش الدراما يا عيسى بس هكون دراما علشان خطرك ومش هخليها بيزنس غير صوته كأنه بيستقلب اللي عمله فيها وكمل وقال اعتبرني يا سيدي أني جاي أكفر عن كل زنوبي ليك وإني يا عيسى ما بنامش الليل وإني جاي أعوضك عن كل ده باثنين ونص مليون دولار لما سمعت الرقم اتخضيت وانسيت اللي كنت هقوله من سخريته على اللي عمله فيها وعلى طريق كلامه السخيفة دي ولقيت نفسي بقوله اثنين ونص مليون دولار ليه؟ مقابل ايه؟ ضحك ورجع ظهره على الكرسي وهو بيولع سجارة أيوة هي دي نظرة شغفك بتاعت زمان وهي دي نظرة اللي أنا كنت مستنيها سكت وبصت له وقلت له ما جاوبتنيش ايه المقابل ده؟ طلع من الشنطة بتاعته كتاب صغير كده وبصي لي وقال لي أسترال بروجيكشن بصت له وانا مش فاهم فلاقيته بيكمل الإسقاط الأثيري أو الخروج عن الجسد وضح لي يا عزيز انت عايز ايه؟ هوضح لك فكرة مشروعي هي الجسم الأثيري ودي مادة موجودة في السماء والأرض وجوه جسم الإنسان المادي الجسم الأثيري ده يشبه تماما جسمك المادي بنفس الخلايا والتكوين ولكن الفرق الوحيد ان جسمنا اللي بنتكلم منه دلوقتي جسم صلب أما الجسم التاني مش بتحس بيه وده طبعا لعوامل كتيرة قوي يا عيسى ما قدرش عدها لك الجسم الأثيري ده مش مربوط بوقته وقوانين للحفاظ على حياته زي الجسم المادي قطعته قلت له عزيز الموضوع ده محتاج دراسة وقرية وانا ما بقتش زي زمان فأرجوك قول لي انت عايز ايه من غير شرح ملوش اي فايدة رد علي وقال بالعكس انت اكتر واحدة تفهمني يا عيسى هبسطها لك تقدر تقولي كنت بتتحكم في احلامك ازاي مع ان جسمك المادي على السرير الناس اللي في غيبوبة بقالها عشرات السنين تقدر تقولي عايشين ازاي الناس اللي بيبقوا وغدين بنجة عالي ازاي في حالات منهم بتقدر تكون مدركة للي بيحصل برة مع انهم متبنجين مع ان جسمهم متخدر وكل حواسه مش شغالة كل ده بيتلخص في ان جسمك الاثيري هو الاساس اما الجسم المادي مربوط بحبل كده اسمه الحبل الاثيري وساعة الموت بيتقطع الحبل ده وبيتحط جسمك المادي في التراب اما روحك والجسم الاثيري بيروحوا مكان محدش يعرفه كلام كويس بس انا برضو ما فهمتش ايه اللي مطلوب مني بص يا عيسى انا عايز نأكد ونسبت تجربة السفر من الجسد لمكان انت عمرك ما روحته وعايزك تقولي عشر معلومات عن المكان ده بشرط انها متكونش معلومات بديهية وانت الوحيد يا عيسى اللي شفته في خلال السنين دي يقدر يعمل اللوسيد دريميج ويعيش جوا حلمه ببراعة جديدة جدا بس في حاجة مهمة جدا انا مش عايزك تجيب سيرة انك كنت بتعرف تنفذ العملية دي زمان وكأنك اول مرة تعملها دحكت وقلت له اه كأني يعني شخص عشوائي وانت هتنفذ عليه التجربة بس انت بتقول ان ده مش حلم ده هيبقى واقع بالزبط كده يا عيسى طيب وهنعملها ازاي يا عزيز طلع من جيبه تذكرة سفر حطها في ايدي وقال لي تذكرتك اهي جاهزة ومش عليك غير الموافقة بسطل وقلت له قبل ما مشي من هنا تحويل الاتنين ونص مليون دولار اتنهد وقال لي ما تلقش هيكونوا عندك بكر ودعني وسبني افكر في اللي ممكن يحصل فضلت افكر في حياتي وان ازاي ملهاش ايمة وان دي فرصة لازم استغلها حتى لو فيها مكسب لعزيز حتى لو فيها مكسب لي فانا كمان هستفاد وحيكون في مكسب لي انا كمان تاني يوم فعلا اتحولت لي الفلوس وسفرت امريكا بعدها بيوم كنت بتمشى في الشوارع مع عزيز وانا بحسده على كل اللي هو فيه رحت بيته وشفت مريم كان سلامها علي بارد جدا شفت ولاد عزيز ولاد مريم خلفه وبقى عندهم اولاد وبيت واسرة مكتش مستحمل دخلت نام علشان معاد التجربة كان تاني يوم الصبح تاني يوم فعلا رحت المقر مع عزيز المقر كان كبير جدا ومليان بأسادزة وعلماء كتير عزيز كان بيشرح لهم عن بداية التجربة وعن اللي ممكن نوصله بعدها ولكن أثناء الشرح قال جملة ما ألهليش في اتفاقنا قال إن التجربة خطيرة ولو اتقطع الحبل الأثيري من جسمي هموت اترعبت من الجملة دي وكنت خايف أكتر لما بعض الناس اللي كانت موجودة بدأوا ياخدوني على الأوضة اللي هيعملوا فيها التجربة طول ما أنا ماشي كنت بقول لي عزيز أنت ما قلت ليش الكلام ده أنت ما قلت ليش إن التجربة دي خطيرة قرب مني هو بيقول لي كل تجربة يا عيسى فيها خطرتها بس ما تلاقش مش هيحصل لك حاجة أهم حاجة إنك تركز على الحبل الأثيري اللي رابط بينك وبين جسمك ده كل اللي عليك يا بطل حطوني على جهاز وكان قدامي شاشة كبيرة أكبر شاشة شفتها في حياتي بتعرض الفضاء الخارجي والمجرات ولايت عزيز بيشرح على الشاشة دي وبيقول تجربتنا باختصار إننا هنسافر بجسد عيسى للأمر وهيقول لنا من هناك إيه آخر التطورات اللي حصلت للأمر ومن خلالها هنبين صحة المعلومات التجربة هتتم خلال ساعة واحدة ولكن هو مش هيحس بالوقت بعدها أقرب عزيز من ويدني وهو بيقول لي أعتقد أنا كده عوضتك الرحلة هتبقى ممتعة بس نصدقني مش هتعجبك كنت خايف سابني هو بيهز راسه وبدأ هم يخلوني أركز مع الشاشة وبدأ عزيز يقول كلام غريب من كتيب صغير ولايت نفسي بفقد الوعي تدريجي والدنيا بدأت تضلم وبعد ثواني قمت من على السرير اللي أنا محطوط عليه بس كنت حاسس بدوخة وأنا بقوم وتلفت لقيت نفسي نايم على السرير قمت من السرير مفزوع وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ولقيت نفسي مربوط بحبل مشاعبيني وبين جسمي فضلت أتجول في الأوضة وأشوف الشاشة الكبيرة اللي معروض فيها الفضاء قربت من باب الأوضة علشان أفتح الأكرة لقيتني مش فاهم أي حاجة بس لقيت جسمي بيعدي من الأكرة جسمي بيعدي من الباب كله على قد ما هو كان شعور حلو إلا إني كنت خايف خرجت علشان ألاقي عزيز ومجموعة من العلماء بيرقبوني من أجهزة كمبيوتر خرجت من المقر واكتشفت إن محدش حاسس بوجودي اكتشفت كمان إن بطير كنت بطير بس وانا في الهوى طاير حسيت بوجود أجسام مشاععة زي بالزبط ولكن ملامحها مش باينة كانوا بيطيروا المكان أنا مش عارف فيه أي حاجة ولكن مشيت وراهم بحذر لحد ما لقيت نفسي بطلع في السماء وخرجت من الأرض ورا السرب الغريب ده وكت سامع صوت جاي من بعيد بيقول عيسى قدت سمعني؟ عدت أكتر من أربع ساعات لو سمعني حاول تهز راسك أو غمض عينيك وحاول هتقدر حاولت أغمض عيني وهز راسي بس مقدرتش مش قادر لحد ما الصوت اختفى ولاقيت فجأة حاجة غريبة جاية من بعيد حاجة عاملة زي الدوامة دوامة لونها اسود كانت بتسحبني بقوة جديدة جدا وانا مش قادر مش قادر أبعد عنها حسيت كل حاجة سودته كأني بطير في بعض تاني مفيش حوالي أي حاجة غير الفراغ لقيت نفسي بنزل جواقوع غريب وبيغم علي وبمجرد ما صحيت عيسى حبيبي قوم يلا الفطار جاهز قمت من على السرير وانا خايف وسامع الصوت ده جاي من الصالة صوت واحدة بس مش عارف خارج من مين الاوضة اللي كنت نايم فيها كانت جميلة جدا قمت من السرير وانا بتأمل بغرابة جديدة جدا اللي حوالي جيت اخرج من الباب خبطت بدماغي في الباب ما كنتش عارف في ايه وانا رجعت عادي تاني ازاي انا كنت في التجربة وبطير انا انا فين فتحت باب الاوضة علشان علشان الاقي مريم قاعدة على الصفرة ومعها طفلين ايه حبيبي كل ده نوم انت تأخرت على المحاضرة كنت ساكت مش بتكلم بصيت في الصالح علشان الاقي حاجات متعلقة على الحيطة شهادات تقدير مع مجموعة من الاوسمة ايه ده ولكن كل ده كان كوم والصورة دي كانت كوم تاني صورة ليه انا ومريم لابسين فيها عريس وعروسة في فرح قعدت وانا مش عارف اقول ايه فلقيتني بقول مريم هو فيه سجير في البيت ولا انزل اجيب الاولاد بصتلي باستغراب شديد ومريم رفعت حواجبها وليتها بتقول لي سجير انت من امتى بتدخن يا عيسى اتوترت وقلت لها لا 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 ده عشان بس عايز اجرب حاجة كده مش ليا طبعا مش ليا وانا قاعد جالي تليفون من شخص اسمه مستر ليكسفور رديت الغريب في الامر انه كان بيتكلم الماني واللي اغرب اني كنت فهمه كان بيحدد ليا معاد علشاني نقشتي في موضوع بحس الجديد بحسي عن الاكوان المتعددة وعلاقتها بالسفر عبر الجسد كل ده وانا مش متأقلم على اللي بيحصل انا مش فاهم فيه ايه انا ايه اللي بيحصل لي دي مش حياتي غيرت هدومي وانزلت ركبت عربية واكتشفت ان انا عارف سوق اتجهت نحية المكان اللي قال لي عليه كان كافية واقعدنا فيه وتكلمنا وقال لي مستر عيسى انا مقدر بحسك جدا وعارف ان الكل حدث اكتر من نتيجة وده اللي درسته ان لو فيه موقف اتعرضت فيه للموت وما متش فانت كده مت في عالم موازي تاني زي مثلا لو قلنا ان في الحرب العالمية التانية اكيد فيه عالم موازي تاني المانيا خسرت فيه وبنفس المنطق ده كانت ممكن امريكا تبقى قوة عزمة ولكن كل ده افترضات ملهاش اي صحة حتى الان وبعدين مستر عيسى مفيش اي صلة تقدر توصل بيها لحد من التوأم بتوعك في الاكوان التانية وده بيخليها مجرد نظرية فانك كمان سوري يعني تيجي ترفق كل ده في نظرية الاسقاط النجمي واننا نقدر نحس بوجودهم اكيد طبعا لا ولكن خلينا اقول ان بحسك ده شد انتباهي جدا وعشان كده انا طلبت مقابلتك مع كلامه ده ابتدي تفهم انا في عالم غير العالم بتاعي القرارات بتاعتي اللي كانت فيها كذا نتيجة بتتحقق علي ماريم كانت حب حياتي في العالم بتاعي وما قلت لهاش بس في العالم ده ماريم مراتي مشروعي اللي سرق عزيز لنفسه كنت انا قادر برضو ان سيبه لنفسي وده انا عملته هنا بالفعل ولكن عزيز فين الغريب ان كل المعلومات اللي كان بيقولها عزيز ليا في اول مقابلة لينا انا عرفها ويمكن اكتر منه رجعت البيت وانا مش عارف اعمل ايه اتقلم على حياتي عادي وعيش مع الانسان اللي حبيتها واطفال انا معرفهمش ولا اعمل ايه بيتك انيه بيت ده يا عيسى العشة اللي انت قاعد فيها دي بتسميها بيت ولا الحي بتاعك الفقير ده الحياة فرصة يا عيسى ولازم تستغلها انا فرصتي جتلي نفسي بس وانه هو تناسى تماما مصر كانت متغيرة كتير عن اللي انا عرفها ولما سألت عن عزيز عرفت انه مات منتحر بعد اول سنين ليا في السفر ومناظرات ناس كتير جدا كنا نعرفهم كانوا بيبصوا لي بحقد جديد كاني انا اللي قتلته رجعت بيتنا القديم وحضنت امي وسألتها عن ابويا واخويا نوح الاصغر مني بس شفت غربة في عينيها وهي بتقول لي هي الغربة لحست دماغك ابوك مات في الحرب ومين نوح ده كمان فهمت فهمت علشان كده مردتش ابويا كان من المشاركين في حرب اكتوبر وبالتالي بالاحتمال اللي انا عايش فيه يبق ابويا مات واخويا نوح اتولد في 1975 فاكيد انا كده مليش اخ ايه اللي بيحصل اخدت اول تذكارة الالمانية ومع وصولي كنت عارف انا هعمل ايه كويس فتحت الكتاب الصغير اللي كان معايا وشغلت شاشة عليها في فضاء خارجي زي ما عملوا معايا بالزبط اتصلت بمريم علشان اودعها ولكنها مردتش علي بصت الاطفال ودخلت القوضة كنت عارف اني لو مشيت من الحياة دي يبقى انا هكون في الاحتمال التاني اللي قال لي عليه عزيز التجربة خطيرة وممكن فيها الموت بس ما ترددتش ونفست حسيت بنفس اللي حسيت بي ولقيت نفسي بطير وبدخل جوا نفس الدوامة السودة وبفقد الشعور نهائي وبيغم عليها ولما فقت لقيت نفسي على السرير في مستشفى حواليا امي واخويا نوح وعزيز ومريم واطفال دول اطفال عزيز ووقف جنبهم دكتور بيقول دي معجزة معجزة انه يفوق من غيبوبة بعد ست سنين كانت الصدمة ليه وانا حاسس اني قعدت بس ثلاث او اربعة ايام امي فضل الطبوس فعزيز واخويا يحضن وانا مش فاهم في ايه عرفت ان عزيز هو اللي كان بيدفع تكليف المستشفى بالكامل وهو اللي صمم انهم مايفكوش عني لاجهزة وبعد شوية وبعد ما الناس كلها مشيت لقيت عزيز داخل علي وهو بيقول لي الرحلة كانت ممتعة بس كنت عارف انها مش هتعجبك يا صديقي حمد الله على السلامة من ساعة بالزبط وصلت البيت بس وانا بقى في الباب لمحت شخص بيجري على الحمام معايني عايش مع عمتي وهي على كرسي متحرك خطواته ما كانتش خطوات بني آدم نهائي بس مش دل مخليني قلقان المرعب اني دخلت ولايت باب الحمام مقفول وبقى لي ساعة مرقبه ومحدش خرج لحد دلوقتي تعرف من كتر الاحداث المرعبة اللي شفتها في حياتي بقيت متبلد المشاعر ما بحسش لدرجة ان انا مش عارف ابدألك منين بس خلينا ماهدلك الموضوع من بادري قوي كان عندي عشر سنين لما والدتي توفت وكانت فكرة سيئة لأبعد درجة ان والدي قرر ان انا اعيش مع عمتي وهو يسافر تاني برا البلد تعرف ليه كانت فكرة سيئة؟ لاني طول عمري بخاف من عمتي برغم حنيتها اللي اناست غريبة جدا طباعها حتى مش زينا ملهاش صحاب ولا جران في الحي اللي هي فيه اغلب السكان والجران اللي حواليها معتبرينها مريضة نفسية امي كمان قبل ما تتوفى كانت مش بتحبها لأ دي كانت بتخاف تزورها برغم محاولات بابا المتكررة معاها كانت ماما دايما تقول له انا مش هروح لأختك يا رمزي أختك مريضة ولازم تتعالج وما تاخدش عاصم معاك كان بابا سعيدها يرد عليها ويقول لها أختي مش مجنونة يا مروة أختي تعرضت لصدمة ولازم أقف جنبها وابني لازم ييجي معايا في كل زيارة ويعرف عمته كانت دايما أمي مع كل زيارة تفضل توصيني عاصم أوعى يا حبيبي تاكل من هناك وإوعى تاخد أي حاجة أقول لي أنت نفسك في إيه شفته عندها وأنا هدهولك أما بابا فكان بيحب أخته جدا وكان مقدر اللي هي فيه وده بسبب أنها خسرت جزها وابنها في حدثة بشعة يمكن الصدمة دي أثرت عليها فبقت مدمنة للعرايس خصوصا بيلي ودي العروسة المقربة لعمتي عارف ليه لأنها عروسة سمير ابنها عمتي كانت بتحب العروسة دي جدا مع كل زيارة كانت بتجيلنا فيها زمان كان بيبقى معاها دايما العروسة دي لو مش كده وبس كانت دايما تحاول تعرفنا عليها بس بطريقتها يعني مثلا كانت تجيب العروسة وتقول لها سلمي على خالق رمزي وابن خالق عاصم وقتها بابا كان بيكتفي بأن هو يبتسم لها ويحاول يفتح معاها مواضيع بس هي كانت دايما متأثرة بالماضي وعلى طول بتتكلم إنها عايشة مع سمير ابنها في أفضل حال وإن هو ما بعيدش عنها أبدا لما كنا بنروح عن ده كنا بنقعد تقريبا ساعة واحدة بس ونمشي ما كنتش عارف طبعا بحكم سني هي بتتكلم مع بابا في إيه لأنه الغريب إنه كنت كل ما رح لها بابا يقول لي أخرج قعد في الصالة عند التلفزيون فكنت بخرج واسبهم يتكلموا بيتكلموا في إيه أنا معرفش لكن أحيانا كتير كنت بلاقي بابا بيزعق وأحيانا تانية بيتكلم بلطف جدا ولكن كل ده تغير لما والدتي توفت كان لسه سني عشر سنين وقتها ما كنتش عارف يعني إيه إحساس إنك تفقد حد بتحبه بس كنت فاكر إن كنت بعيد كتير وأي حد كان بيخبط على الباب كنت باج رفتح على أمل إنها تكون أمي ممرتش فترة كبيرة ولقيت والدي بيلم شنطته وبيخدني عند عمتي ولما وصلنا عندها قال لها رانيا أنا خلاص مسافر ابني هيبقى معاكي هبعتلك كل شهر زياد عن اللي كنت بتغديه الضعف أوعي يا رانيا تحرمي من حاجة وخلي بالك منه مش هقدر أن سواء فرحة عمتي بوجودي ولكن الأمانة أنا ما كنتش سعيد نصايح أمي كانت بتيجي في ودني أو عتاكل من هناك أو عتاخد أي حاجة من هناك قولي أنت نفسك في إيه شفته عندها وأنا هدهولك كنت بفتكر كلام أمي وعدة أقول طب إزاي؟ إزاي هعيش هنا؟ إزاي بعد كلام ماما دا كله؟ وصحيح يا ماما ليه ما كانتش بتحبها؟ ولكن أنا ما كنتش أتخيل أو حتى يوصل لتفكيري أنه الموضوع أسوأ مما كنت أتخيل بعد ما والدي قفى الباب الشقة وراه ومشي كانت عمتي قاعدة في الصالة ومسكة العروسة ليه اسمها بيلي دي وبتقول حاجة غريبة قوي بتقول أنت وسامير هتحبوا عاصم ابن خالكه قوي أنا كنت قاعدة على الكرسي ساعتها وما تحركتش فهي رحت أيمة وجاية نحيتي وقالتلي تعال يا عاصم أعرفك على بيتك الجديد مشيت معاها بحذر شديد جدا في البيت وبعدها فضلت توريني العرائز كلها كانت عرائز قديمة قوي وما كان الحقيقي هو الزبالة ولكنها كانت بتعرفني عليهم وهي مبسوطة قوي ومتحمسة مش عارف ليه وكانت كل ما تعدي قدام عروسة تقولي دول كلهم أصحاب سامير بس أهم صاحب هو بيلي أنا مش عارف هي بتحب العرائز دي على إيه ورتني القطين اللي في البيت بس جات عند تالت قوضة واللي كانت مقفولة بالمفتاح وقالت دي قوضة سامير مش بيحب حد يععد فيها نهائي اوعى تدخلها إلا بأمر مني أما بقى البيت فهو بتاعك فتحت باب القوضة بالمفتاح وقربت من السرير وحطت العروسة بيلي بهدوء جدا على السرير القوضة كانت مليانة بالعرائز وكنت شامم ريحة من قبل ما دخل القوضة ريحة بخور بس أول ما فتحت القوضة ريحة زادت جدا اكتواف برة القوضة برقبها لحد ما هي حطت العروسة وخرجت وليتها بتشاور كده على بقها وبتقول لي شووووووووو وسامير هيناموا دلوقتي تعال اوريك قطك دخلت القوضة اللي قالتلي عليها وكانت هادية جدا شورتلي على سريري وحطتني عليه وطفت النور ودخلت هي قوضتها وسمعتها وهي بتقفل الباب عليها الليلة دي كانت أصعب ليلة في حياتي ما كنتش متعود ان أنا بيت بره بيتنا وكنت بحاول أقنع نفسي ان ده بيتي الجديد النوم كان رافض يجيلي خالص وما كنتش عارف أنام في اللحظات دي سمعت خطوات بره في الصالة الخطوات كانت بتمشي ببطء جديد كنت مركز معاها جدا لاني مش عارف أنام وبعد ثواني معدودة ما بقتش خطوات بس ده كان فيه صوت طفل بيضحك والخطوات دي تحولت لجاري جاري مستمر في الصالة كان جسمي بيترعش مع كل ضحكة خارجة من الصالة شديت البطنية على وشي من كتر الخوف لحد ما غلبني النوم صحيت على صوت عمتي وهي بتقول لي الفطار جاهز اكتشفت لما قمت ان عمتي اي حاجة بتعملها في البيت لازم العروسة بيلي دي تكون موجودة دي حتى عملاله كرسي مخصص على الصفرة غاز بعني كنت بركز معاها أكتر كانت عروسة كبيرة قوي بحجم الطفل تقريبا عينيه كمان كانت غريبة ابتسامت وأغرب تحسسك بالرعب خصوصا كمان ان انا كنت حاسس انها مركزة في عيني او يمكن علشان انا قاعد في وشها فهي بصالي من عمري ما كنت بحب العرايس عميتي لما لقيتني مركز مع العروسة بيلي دي كتير اتكلمت وقالتلي انت هتفضل باصس لسامير كتير بصت لها وقلت لها ببرائة الاطفال يعني هو اسمه سامير ولا بيلي انا فاكر توطرها وهي بالتهته في الكلام قالت اه اعصد بيلي قلت لها هو انت كنت في الصالة بتتحكم بارح يا عمته بصت للعروسة وبعدين بصتلي بيأس وقالت ايو كنت مبسوطة قلت لها بس دا كان صوت طفل قلتلي كل يا عاصم كله ما تزالش كتير هنا قلتها وهي بتبصيلي بغضب فاخدت السندهوتش اللي عملته لي وسكت مع الوقت بدأت اتقلم عميتي عرفتني اليوم ده على عدة قواعد كده صارمة لازم انفزها وده علشان ما تزعلش مني القواعد دي كانت كتيرة جدا وبيكتروا كل ما بكبر في السن بس انا هحاول اقولكم اهمها ممنوع تخرج من قطك لاي سبب بعد الساعة 12 حتى لو عايز تعمل حمام اعمله في قطك وممنوع فتح غرفة سمير في اي وقت من اليوم ممنوع اجيب سيرة لاي شخص عن العرائس اللي في البيت ممنوع اعود لوحدي الا في فترة النوم دي كانت اهم القواعد اللي كبرت عليها كبرت على صوت خطوات وضحك بيبدأ كل يوم بعد الساعة واحدة بالليل ما بيتش حاول اعرف ايه مصدر الصوت وما بحاولش اجادل مع عمتي كتير وكبرت وانا وثق ان فيه شيء غامض في بيت عمتي بس مستحيل اعرف مصدره او حتى احاول اعرف لما وصلت سني لخمستاشر سنة الامر بقى اشد خطورة لما كنت بنام كنت بشوف طفل صغير واقف على باب القوضة بتاعتي وبيمديلي ايده واما حاولت اقوم من سريري علشان اروح له لقيته جري وضحك كأنه بيلعب جريت ورا بس لما خرجت ما لقيتش حد فغصب عني رحت القوضة عمتي وخبطت عليها اول ما فاتحته بتلعى عميته فيه طفل صغير كان بيبص عليها في قطي كنت اول مرة شوف عمتي بترتعش كده وبعدين لقيتها بتجري على الدولاب بتاعها وجابت منه شوية مفاتيح وبعدها جريت على قوضة سمير والغريبا لما جريت وراها لقيت القوضة مفتوحة قاعدت تضرب بيديها على خدها وهي بتقول لسي تقفل الباب بالمفتاح خش قطك دلوقتي واقفل عليك عملت كده ودخلت القوضة وقفلت علي بس كنت سمعها من برة وهي عملة تتكلم في التليفون وبتقول والله نسيت انا اسفة والله ما كنت اقصد هرجوك تعالي هديك اللي انت عايزاه بعد ساعة سمعت حد بيخبط على الباب حطيت ودني على باب قطي كانت عميتي بتتكلم مع واحدة والست دي عملت زعق فيها وبتلعنها انها نسيت تقفل الباب كنت سامع الست دي وهي بتقول كلام عمري ما سمعته في حياتي وشوية وابتديت اسمع صوت حد تاني غيرهم حد تاني بيدحك والصوت كان صوت طفل جريت على السريري واتغطيت من الخوف ما قدرتش انام اليوم ده نهائي لاني حتى فاكر اخر جملة قالتها الست دي العمتي قالت لها المرة اللي جاية فيها موت كارانيا محدش هينفعك قالتها بنفس الطريقة كده بعد اليوم ده كل حاجة تغيرت عميتي ما بقتش تحب بيلي ما بقتش حتى تخرجه وحطت تلت تقفال على قوضة سمير البيت كمان ما بقاش زي الاول ما بقاش فيه صوت خطوات بعد الساعة واحدة وما بقاش فيه صوت حد بيدحك الدنيا تقريبا بقت طبيعية عمتي ما بقتش تجيب سيرة بيلي ابدا لأتها كمان بقيت تخافت عدي من قدام قوضة سمير وانا ساعتها ما كنتش فاهم ايه مصدر الخوف ده ايه اللي بيحصل مع عمتي وانا معرفوش كبرت وبقى سن 22 سنة ولسه القوضة بتاعت بيلي دي مقفولة بس فيه تغيرات كتير عمتي جالها جلطة في دماغها انتج عنها انها تصابت بشالة في رجليها وبقت قعيدة على الكرسي بقيت اخدمها طول الوقت وبقت تحبيني وتزعل لما اخرج من البيت اما انا كل اللي كنت بشوفه زمان بقى جزء من الماضي لانه البيت بقى هادي لابعد حد وقوضة سمير مقفولة من سنين لدرجة اني نسيت القوضة دي نهائيا لحد الاسبوع اللي فات بس الاسبوع اللي خلاني اخسر كل حاجة كنت قاعد معنا الصحابي لحد ما ممدوح طلب مني اني احكي فقررت ان انا احكي لهم قصتي في بيت عمتي الغريب ان القصة بتاعتي الكل دحك عليها مع عدم ممدوح كانوا كلهم شايفين ان انا خيالي واسع جدا وعمالة اخيال حاجات مش موجودة لحد ما انا غيرت الموضوع وانسيت بس اللي ما نساش هو ممدوح ولما جينا روحنا ميشي معايا في نفس الطريق لانه ساكن على نفس السكة بتاعتي واحنا مشيين لقيته بيقول لي تعرف ان انا مصدقك يا عاصم بس اطلق قلت له مصدق ايه قال لي عمتك عمتك يا عاصم والعريس قلت له انا حسيت من لمعة عينيك ممدوح بس احركت اسألك ليه رد علي وقال لي انا عمي كان راقي شرعي وكان دايما بيقولنا ان العريس احيانا بتسكنها الشياطين وفي حالات كتير عالج هؤلاء انه معمول سحر واعمال جوه عريس في البيت بطوله خلاص انا ممدوح ما علينا ده موضوع قديم رد علي وقال لي يعني انت مش نفسك تفتح القوضة وتشوف العريس دي حكايتها ايه سكيت شوية كده وبعدين قلت له اكيد نفسي بس ده هيزعل عمتي وانا مش عايز ازعلها ورد وقال لي انت مش قلت ان هي نسيت بيلي ده وما بقيتش مهتمة بيه قلت له ايه وقلت قال لي يبقى ليه لا سكيت شوية بعد كده قلت له لا ما ينفعش وانا مش عايز اعمل كده وحتى لو روضتني الفكرة فلا لا مش عايز اعمل كده وسبت ووضعنا بعض وكل واحد راح لبيته دخلت الشقة حطت المفاتيح على المكتب وعديت من قدام غرفة سمير عمتي كانت بتنادي انت جيت يا عاصم قلت له ايه عمتي جيت قالت لي طب تعالي حطني على الكرسي عايز اتحرك رحت لها حطتها على الكرسي وتكلمت معاها شوية وبعد كده استأذنت علشان انام عديت تاني من قدام قودة سمير وفكرة ممدوح بتطردني فضلت افكر فيها طول الليل وعمال استرجع ذكرياتي وعمال اقولي نفسي هو صوت الضحك اختفى ليه والخطوات والقواعد اللي كانت عمتي عملها لي كلام الست اللي جات وقفلت الباب بالتلت افال ولايتني عمال اقولي نفسي هو انا وانا بسأل الاسئلة دي كلها من فراغ ما انا اكيد عايز تفسير وعايز اعرف بصراحة ما كدبتش خبر اتصلت بممدوح وقلت له انا موافق قال لي موافق عليه وقلت له موافق ان احنا ندخل القوضة قال لي وندخل سوا وقلت له ايوها ندخل سوا وهتجيلي قال لي طب وعمتك قال لي وما تشغلش بالك بعمتي انا هتصرف كان فيه ضمن ادوية عمتي كده دوا بينايمها في اليوم ده انا قريت الرشدة بتاعته وتأكدت انه الجرعة الزيادة منه مش هتأثر كتير كل اللي هتعمله بس انها هتخليها تروح في النوم اسرع فقررت ان انا احط لها من الدوا ده في الشاي بتاعها وعملت كده فعلا وبعد شوية اتأكدت انها نامت فضلت افتش كتير بقى في الدولات بتاعها لحد ما لقيت المفاتيح مفاتيح قوضة سمير اول ما لقيتها اتصلت بممدوحة وطوله ما تتأخرش علي انا مستنيك وعمتي نايمة مش هتصحى دلوقتي بعد اقل من ساعة كان ممدوح جي ودخلنا القوضة ممدوح اول ما دخلنا كان شغله بس البخور اللي مالي القوضة اما انا كنت بتفرج على القوضة اللي ما شفتهاش من 12 سنة وممدوح كان بيتفرج على العرائس ومستغرب لحد ما وصلنا عندي السرير بتاع سمير وكان نايم عليه بيلي فروحت اقل لي ممدوح بهدوء هي دي العروسة الغريبة شالها كده من مكانها ورفعها وعادي يلف فيها ورح اقل لي العروسة دي مسحورة طوله نعم وعرفت منين هلي بص بص الاخرام الكتير اللي فيها كل الفتحات دي معناها سحر وبعدين دي عروسة قديمة جدا وبالاضافة للقصة اللي انت حكيتها اللي لو انت بقى كنت بتكذب علي بتقول اكذب عليك ايه والله العظيم ده اللي كنت بشوفه وانا صغير قال لي بقى خلاص خد العروسة دي وانا اقولك نرميها فين قفلنا باب القوضة كويس وخرجنا واخدت العروسة دي معايا كنت شايلها وكان وزنها تقيل جدا ركبت مع ممدوح العربية بتاعته ولاقيته رايح ناحية المقابر دخلنا ولاقيته بيحفر حفرة صغيرة وقال لي رميها هنا بس انا قبل ما رميها فكرت فكرة غريبة قوي ما عرفش جاتلي ازاي قلت له ممدوحه انت مش بتقول ان عمك كان بيلاقي جوه العرائز دي اعمال قال لي ايوة ما استنيتش كتير مسكت العروسة وقطعتها بس اللي شفته صدمني اللي جوه العروسة ما كانش عمل اللي جوه العروسة كان كان عضم عضم الطفل صغير لما فكيت القماش بتاع راس العروسة كان فيه راس هيكل عزمي مش ممكن اول حاجة جات في بالي عمتي معقولة خدت جوه العروسة دي من الصدمة منضوح خاف وفضل يستعيز بالله ويلعن في عمتي على اللي عملته ده وانا ما كنتش مصدق علشان كده كانت عمتي بتقول على بالي سامير علشان كده كانت بتكلمه باستمرار حطته في القبر وانا مش مصدق ان ممكن انساني يعمل كده ورجعت البيت بس انا بقى في الباب الشقة لمحت شخص بيجري على الحمام معيني عايش مع عمتي وهي على كرسي متحرك خطواته ما كانتش خطوات بني آدم نهائي بس مش ده اللي مخليني الآن المرعب ان باب الحمام مقفول ومرقب بقى لي ساعة ومحدش خرج لحد دلوقتي كنت قاعد في الصالة وباصص على الحمام وشايف فيه خيال حد ساعتها كنت هموت من الخوف على عمتي وعايز احاول اروح اشوفها صحيت ولا لأ وصلت الباب قوضتها وكان جسمي مش شايلني مش عارف اصرخ من اللي شايفه ولساني تشل عمتي عمتي مشنوقة في المروحة رجعت البطء جديد وانا شايف قوضة سامير مفتوحة انا متأكد اني قفلتها قربت من القوضة علشان علشان ألاقي على السرير العروسة عروسة بيلي متقطعة ونايمة على السرير جيت اخرج سمعت صوت باب ورايا كان باب الحمام بصيت بسرعة علشان أشوف خيال طفل صغير واقف على عتبة الحمام وبتطلع منه ضحكة مرعبة وهو بيقول هو هتدخل قطي تاني إلا بعمر مني دي كانت القصة الأولى وتعالوا نشوف القصة التانية بتقولي بعد كل جريمة قتل أو انتحار أو حتى حريقة في البيوت بنعرف انه جمعات شغلنا تنظيف المخلفات الناتجة عن الحادث في المكان يعني زي مسح الدم عن الجدران والأراضي بعد ما يخلص الطب الشرعي مهمته أكيد بتسأل في حد شغال الشغلانة دي حب أقولك إنه أيوة فيه إنك تلاقي وظيفة حكومية في الزمان ده مش أمر سهل على فكرة وعشان كده قبلت بأي عمل يضمن لي مرتب ومعاش مستقبلي حتى ولو قليل مهما كان العمل ده بقى مرعب ولا يخوف لما استلمت الوظيفة الجديدة فرحت وكنت متحمس علشان أخيرا هلاقي مرتب سابت خصوصا بعد أول مهمتين واللي كانت تنظيف بيت في الدور الأرضي من الصرف الصحي لكن مع الوقت بتحول الشغل الكابوس بالذات في المهمة الأخيرة استدعاني المدير وقال لي محمد انت هتكون مشرف في قسم جديد على ثلاث عمال جداد لحاس تغربت جدا إن أنا هكون مشرف خصوصا إن ما بقى ليش شهر واحد بس في الشركة ولكن قلت يمكن بسبب حسن أخلاقي ولكنه كمل كلام وقال لي عايزك ما تخافش يا محمد أي مكان هتروحه مش هتشوف فيه ولا جسة لإنها هيكون الطب الشرعي أخدها شغلنا بس النظف مش أكتر هزيت راسي قلت له حاضر وخرجت من المكتب وانعارف إن أنا اتنقلت القسم الطوارئ وهو قسم التنظيف البيوت اللي فيها جسس وأثار دم واستلمت المهمة الأولى وعلى ما أعتقد الأخيرة البيت ده كان عايش فيه واحد لوحده لقوم أتول بالصدفة لما روحت المكان أنا والثلاث عمال على عكس كلام مديري الجسة كانت موجودة وشايفينها أنا والثلاث العمال اللي معايا شفناها وشمينا ريحة العفنة اللي كانت في المكان وكان موجود الطبيب الشرعي وكان فيه ناس بتشيل الجسة الجسة كانت في حالة صعبة جدا ووضح إنها كان بقالها كتير هنا في البيت على فكرة أنا قصد إن أنا أقول الجسة لإني بصراحة ما كنتش عارف أميز المتوفة ده ذكر ولا أنسة كمان ما حاولتش أبص كتير لأنه الأمر مربك ليا بعد ما خرجت الشرطة والطب الشرعي يجي دورنا إحنا الأربعة بس فيه اتنين عمال من اللي كانوا معانا تعبوا من الريحة وفضلوا واقفين برا مسكين بطنهم وبيرجعوا نداني الطبيب الشرعي وهو بيوريني الكرسي اللي كان قاعد عليه الجسة وقال لي إنه هو ولد عنده عشرين سنة مات في ظروف غمضة وعرفت إنه هو بيبلغ الشرطة الخط تقطع والد ووالدته طلبوا مننا إننا نروح ننظف البيت من أثار الدم ووراني كمان الحاجات المهمة اللي إحنا ما نقرب لهاش والحاجات اللي إحنا ننظفها وبقيت في البيت أنا والثلاث عمال اللي معايا بعد حوالي خمس دقايق بدأت أمور غريبة تحصل وكان أولها إني لما حاولت أنظف الكرسي من الدم وبعدها أفكه علشان أشيله في كيس مشيت حوالي خمسة متر نحية الباب الأمامي علشان أحط ظهر الكرسي في الكيس ساعتها بس حسيت إن قاعدت الكرسي بتتهز مع العلم إن ما كانش في حد في القوضة غيري لأن التلاتة التانيين انشغلوا في تجميع السنديق من الدور اللي تحت حسيت إنها صدمة عادية وأوهام نتيجة إن المتوفة كان على الكرسي اللي أنا شايله ده بس اللي كان مش مبرر هو إحساسي بالبرد والرعشة خصوصا إن أنا في شهر يونيو يعني عز الحر ولكن وأنا واقف قطع تفكيري صوت كركبة في البادروم اللي تحت البادروم اللي كان فيه تلات عمال فانزلت جاري علشان أشوف إيه اللي بيحصل فلايتهم عمالين بيزقوا بعض وبيقولوا إن هم شايفوا حد في البادروم وهم بينضفوا ولات الكشاف ودخلت معاهم بس ما كانش في حد وهم بيقسموا إنهم مش كدبين كانوا خايفين مني إن أعملهم خصم في المرتب والحقيقة أنا كنت غطبان جدا بس الحقيقة إنه وأنا خارج سمعت صوت حدي بيكحة جوه كانت كحة قوية جدا بصنا البعض باستغراب ورجعت أبص تاني وراء وأنا مصلت للكشاف ولكن برضو ما لقيتش حد بس الغبار والتراب اللي كان تحت من أسر التنظيف كان مبين كأن فيه حد بيجري كأن فيه طور هايك تحت الموقف كان غريب جدا وخلنا كلنا في حيرة مين ده اللي تحت بعد ربع ساعة بس من الشغل كل العمال تقريبا كانوا كلهم بيجولي وقلولي إن هم بيحسوا إن فيه حد بيلمسهم وهم شغالين وأنا ما كنتش مهتم خالص كنت عايز أخلص الشغل وزعقت فيهم علشان ينجزوا وطلعت أنا للدور اللي فوق وأول ما طلعت لقيت حاجة غريبة جدا الكيس اللي فيه الكرسي اختفى والمنظف كمال اللي بنضف بيه اختفى وأعادت أفكر هو أنا نزلت بيهم طبعا نزل أسأل العمال عليهم ولا مش عايز أسأل علشان ما أكدش إن فيه حاجة غريبة مرة تانية حسيت بالبرد بس المرة دي المرة دي كان فيه صوت أنا سامعه صوت حاجة بتهمس ما كنتش عارف هو إيه ولا قال إيه بس أخدت نفس عميقه في صمت شلت السجادة وبدأت أنضف الدم اللي على الأرض عاد أكتر من نص ساعة وأنا بنضف ومش سامع صوت للعمال تحت ووضح فعلا إنها كانت تهيئات شلت السجادة علشان أركنها ونضف السقف من أسر الدم الدم كان مالي الشقة بطريقة غريبة ووضح إن الضحايا دي نزفت كتير جدا ووضح كمان إنها تعرضت للتعذيب كنت بتمنى إن اللي عمل كده يتجاب فأسر عوقت مش عشان قتل لأ ده عشان قصد إن هو يتعبني لأنه كمان فيه دم على المكتبة كلها فروحت قلت أبدأ بيها طلعت المنظفات وبدأت أنضف المكتبة وكانت تقريبا فاضية خالص ما فيهاش غير كتابين بس وأنا بشيلهم لقيت ورق فلوسكاب كده مكتوب فيه خط وحش جدا وكان اللي بيكتب كانه بيترعش وهو مسك الورقة تقريبا فروحت قاعد على طرف السرير وبدأت أقرأ مع إن المفروض ما عملتش كده ولا قرب نحية حاجة لكن فضول والله قريته كان كالآتي أنا في وضع مرعب دلوقتي ومش عارف أتصرف نهائي مش عارف أخرج من قطي إزاي؟ إزاي خدعوني؟ وإحنا فكرين إن أنا بنخدعهم طول السنين اللي فاتت دي طب يا طرق أمي وأبويا فين؟ أنا لو ما تصرفتش هموت بس أنا غبي وأنا السبب قبل ما كامل إيراية لقيت تليفوني بيرين حطت الورقة ده في جيبي ورديت كان ولد من العمال اللي معايا بيقولي إن فيه ناس عايزاني تحت لقيت راجل وسيدة تقريبا في منتصف الأربعينات وأول حاجة قالوها إحنا بنشكركم جدا وهنديكم حقكم كامل وبزيادة إحنا استدعينا ناس تنظف الحاجات اللي في البيت وتقدروا تمشوا دلوقتي كان الأب اللي بيتكلم والأم بتبصلي بنظرات غريبة جدا العمال كلهم راحوا خدوا الفلوس وجي دوري وهو بيديني الفلوس فلاقيتوا بيقولي فيه حاجة فوق لقيتها ولا حاجة وأنت بتنظف دليل يعني ترعشت شوية كده وانواقف مكاني بعدين قلت له لأ ما لقيتش حاجة رفع حاجبه وبتسم وقال لي أصلها حاجات مهمة جدا وأسرار عيه لما ينفعش تطلع بره ولو خرجت هترجع تاني تسمت له كده ابتسامة صفرة وأنا بقول له أكيد يا فندم أنا شغلي مش بيحتم علي أني أخد حاجة من المكان بعد إذنك خبط على كتفي كده هو بيقولي سلام ومراته بتبصلي بحقد جدا روحت البيت وأنا مصمم أني أقرى الورق ده وبدأت إراية تاني أنا في وضع مرعب دلوقتي ومش عارف أتصرف نهائي مش عارف أخرج من قوتي إزاي؟ إزاي خدعوني؟ وإحنا فاكرين إن أنا بنخدعهم طول السنين اللي فاتت دي طب يا طرق أمي وأبويا فين؟ أنا لو ما تصرفتش هموت بس أنا غبي وأنا السبب كنت إزاي أنسى كلمة السر أنا أحاول أكتب كل حاجة علشان لو الشرطة ما جاتش في الوقت المناسب بس قبل ما أكتب هنزل البدروم بتاع البيت الصفحة الأولى خلصت والخط كان مليان هرجلة وكانوا بيكتب بخوف شديد ومكمل في الصفحة التانية وكاتب بابا ومأم ماتوا ماتوا في البدروم مش هتلاقيهم غير وراء الباب السري ادخل البدروم ويمشي ست خطوات هتلاقي باب خشب في الأرضية افتح الباب وهتلاقيهم تحت أنا حطتهم تحت علشان ما يمثلوش بجسدهم بس هما ماتوا بسببي وأنا عارف ماتوا ليه ماما طول عمرها غريبة كنت بشوفها في أماكن كتيرة في نفس الوقت وأنا صغير ولما سألها تقول لي بعد كده لو شفتني في البيت تاني تقول لي جملة قبل ما تكلمني لو رديت عليك بالرد ده اتكلم ولو ما رديتش يبقى أنا مش فاضية وكانت بتغير الجملة دي كل يوم ولما كنت بقول لابوي على اللي بتعمله ماما ده كان يسكت ويبصلها ويمشي بعد فترة قرروا ان هم يقولوا لي كل حاجة لما رحنا لعمتي زيارة في العيد وكنت بالعب مع أطفال الحي ساعتها ماما وبابا أخدوني وقالوا لي لازم نمشي حالا قلت لهم اني مش عايزة روح البيت بس هم أصروا على ده روحنا بس ما كانوش بيتكلموا معايا وقول ما دخلنا البيت حطوني في قطي وسمعت باب بيتنا بيتكسر وفي ناس بتجري وتطلع السلالم وكنت خايف بس اللي فتح الباب كان بابا وماما كانت وراه على طول وجات حضنتني وليتها بتقول لي انهم عرفوا ان أنا روحت من أطفال الحي علشان كنت بعايت ومش عايزة روح قلت لها ماما ما انتي وبابا اللي قلتولي يلا نمشي بابا سكت شوية وبعدين قال عمر ما بقاش صغير وهقول له كل حاجة وبدأ بابا يحكيلي في حاجات احنا مش فاهمينها يا حبيبي جبنا لها اكتر من شيخ وعرف ومش عارفين الحل في ناس شبهنا نسخة مننا الغريب انهم بيظهروا لكل الناس والناس بتقول لنا على حاجات احنا ما عملناهاش كنا فاكرين ان العيب في البيت بس ديك شايف غيرنا البيت والموضوع مخلصش عايزة اقولك ان اللي ماما بتعمله ده صح كل يوم هتعرفك جملة جديدة بينا احنا بس هم مش هيعرفوها لو ماما ردت عليك بالجملة دي بقى احنا الحقيقيين مش هم ولو مردتش عليك يبقوا هم النهاردة كانت اول مرة يخرجوا من البيت انا مش عارف ده ممكن يوصل لفين بس خلي بالك من نفسك ما كنتش مستوعب كلامه قوي بس كبرت وانا خايف كبرت ان في حد شبهنا وبعد كده الامر اتطوروا اصحابي قالولي على مواقف انا بعملها مش فاكرها اصلا وتعود تسأل على الجملة دي كل يوم وبقينا نغيرها بطرق مبتكرة كتير علشان ما تتقفش تخيل كل يوم وانت قاعد بالليل تخبط عليك واحدة غريبة متجسدة في امك وانت قاعد في قطك عادي وتسألك عامل ايه تقول لها كلمة سرية وما تردش عليك فتعرف انها مش امك بس انت مضطر انك ما تصرخش علشان ما تتقزيش وتكمل كلام وانت جسمك بيتنفد وكل دا انت مش مبين بس امبارح انا غلط غلطت غلطة كبيرة امبارح انا نسيت كلمة السر كنت نسيها خالص ومهما بويا يتكلم ما كنتش برد عليه بس والدي هو اللي باني على ملامحه الخوف وقال لي كلمة السر كانت كلمة امبارح ما ردتش عليه لقيته بدأ يرجع لورا وهيمشي في حظر ردت عليه وقلت له كلمة السر بتاعت امبارح وانا بقول له ان انا عمر انا عمر ابنك مش هم وقال لي ان هو مش مصدقني والدي شاكك فيه وانا كمان شاكك فيه خرج وهو ما بيردش عليها خرجت وراء لقيت واقف برا مع امي وقربت منهم وهم الاتنين كانوا خايفين مني وبعد دقايق لقيت ابويا وامي وانا خارجين من قودة والدي وبيبصلنا باستغراب انا ما بقيتش فاهم حاجة خالص انا كنت خايف خصوصا لما والدي ضرب النار على الناس المزايفة دول بس ما ضربش الولد الولد اللي شبهي الولد اللي شبهي اللي كان عمال بيضحك وهو بيقول فاكريني ان كلمة السر دي مش عارفينها من زمان لقيتهم كلهم بيبصولي دخلت قطي بسرعة ابلغ الشرطة بس الخط تقطع هم في قوضة والدي دلوقتي واعتقد ان هم هيقتلوني بس لو الشرطة جت مكان الجسس انا كتبته بابا وماما ماتوا ماتوا في البدروم ومش هتلاقوهم غير ورا الباب السري هتلاقي باب خشب في الارضية افتحوا الباب هتلاقوهم تحت انا حطتهم تحت علشان ما يمثلوش بجسطهم قريت الكلام ده وحسيت برعشة جديدة في جسمي سناني بدأت تتهز من الخوف اللي قطعت تفكير الباب بتاعي هو بيخبط ارتحت لما لقيت انه هو اخويا فقررت ان انا نحكيله على كل حاجة ما صدقش وقال لي لا محمد احنا لازم نروح المكان ده ونشوف كنت متردد وخايف بس هو اقنعني انه مش هينفع نبلغ الشرطة من غير ما نتأكد علشان تهمت البلاغ الكاذب وعلشان دي قضية قتل والقضية دي مش محلولة واحتمال نلبسها قررت اني اروح معاه نطينا الصور بتاع البيت وطفشنا باب البيت وفتحناه دخلنا البدروم ومشينا ست خطوات بس موبايلي رن كانت نمرت اسلام اخويا فتحت علشان قلبي يقف تماما وهو بيقول لي هتباد في الشغل ولا اعمل حسابك على العشة تليفون وقع مني عشان اشوف نظرات اللي معايا وهو بيبتسم وبيقول لي بصلها حاجات مهمة جدا واسرار عيه لما ينفعش تطلع برا ولو خرجت هترجع تاني تعرف؟ انا شفت مواقف وحكايات مرعبة كتير بس تعرف برضو انا متأكد ان كل اللي شفته ده ما يجيش واحد في المية من اللي انا هحكيه دلوقتي انا هحكي لك نبزة مختصرة عن حياتي حياتي اللي قال لك المة توصفها انها حياة باقسة برغم فارس شديد واني عايش انا والدتي في شقة ايجار جديد في منطقة شعبية اللي اني بامتالك فيلا في منطقة راقية جدا ايو متستغربش انا عندي فيلا فيلا مستحيلة بيعها ومستحيل برضو عايش فيها بس النهاردة جايلي شخص عايز يشتري قبل ما كمل الحكاية من هنا انا شايف اني احكي لك القصة من الاول احسن فترة طفولتي كنت عايش في فيلا الحج مصلح امي كانت بتشتغل عميلة نظافة في الفيلا بتاعته اما والدي كان حارس حارس غفر واحيانا سواء للحج مصلح فتحت عيني في مكان كبير وواسع جنائين وعربيات حفلات وصهر بس نصيبي من كل ده كان قوضة 40 متر قوضة جنب جراش فخم فيه خمس عربيات بس الشهادة لله عمري محتاجت حاجة اللي لو كان الحج مصلح بيجيبها لي كان بيحبني كأن ابنه بس ننسيت اقول لكم برغم العز للحج مصلح كان فيه لان ربنا مرزقهوش بالخلفة اتجاوز مرة والتانية والتالتة والربعة بس برضو مخلفش لحد ما كل الناس أكدت ان العيب في الحج مصلح نفسه وهو كان رافض تماما انه يعترف ان هو ما بيخلفش ومع تقدمه في السن بها اكتر عصبية وإلحاح على الخلفة لانه برغم الثراء الفاحش اللي هو فيه ده اللي انه بيشكك في كل اللي حواليه وطبعا اولهم ارايبو ارايبو اللي هو دايما شايف ان هما ما يستهلوش اي شيء وعايزين يورسوه بالحياة مع الوقت الفيلا بقت متاع لكل الدجالين وكل اللي عايزين يبيعوا الواهم للحج مصلح بقت الفيلا مصرح للموالد وحفلات الزار والكفر انا فاكر امي وهي راجعة في ليلة كان جسمها بيتنفض وهي دخل القوضة بتاعتنا شدت البطنية كده وشفافة كانت بترتجف وبتقول عوضوا بالله من الشيطان الرجيم عوضوا بالله من الشيطان الرجيم كان سني ساعتها 8 سنين لما شفتها في الحالة دي واستنيت ابويا يدخل علشان امي تنفجر فيه وتقول له يا نبوي يا نبوي نمشي اخوها نمشي من البيت اللي باجه مليان شاطين دي الرجل ده بيعمل ايه ابويا رده وقال لها اخراسي يا ولية اخراسي وبتمي ماسمعش حسك عايز انا نروح فان ردت امي وقالت له ارضى الله واسع يا اخويا ربك ما بينساش عباده ده انا شفت صولية شفتها بضلها بخيالها كانت شبه الست حسنا مرته بس بس عنها سودة سواد الليل ما كنتش فاهم يعني ايه امي شفت صولية كنتش فاهم ايه الاسم ده بس لما كبرت عرفت ان هو مصطلح صعيدي لكيان بيتشكل على هيئة اهل البيت بيطلقوا على الكيان ده صولية الفيلا بقت كئيبة ومظلمة كنت بخاف اخرج بالليل من اللي بشوفه كنت احيانا اسمع اسوات ضحك في الجنينة واشوف بعناي المرجحة اللي عملها لي الحج مصلح بتتحرك لوحدها بس كل ده اتطور لما وصل البيت شخص اسمه النعماني بيقولوا ان ده راجل زاهد مش همات دنيا في حاجة علشان كده بيعمل الافعال بتاعته دي كان عندي 12 سنة وقتها لما شفت الحاج مصلح بيعمل اكبر حفلة زار في تاريخ الفيلا ناس لابسة جلاليب بيضة ومعها طبول وزمامير بيرقصوا بشكل دائري بدماغهم على نغامات غريبة والحج مصلح وامرتاته الاربعة بيهزوا اكسامهم جوه الدايرة حد ما البوابة بتاعت الفيلا تفتحت ودخلت عربية ونزل منها شخص لابس جلباب اسود مغبر جبهته كان فيها اربع شروط متشقاقة كده شكلهم غريب وشفايفه كانت مشقاقة وعيونه جحزة لبرة الغريب ان كل اللي في حفلة الزار جريوا عليه علشان يبوسوا ايديه كان منظر غريب جدا وانا بشوف الحاج مصلح اللي بيتهزله الف شنب بيوطي هو وامرتاته يبوسوا ايد راجل اغبر زي ده ساعتها دخل الفيلا وقعد معاهم جوه وابويا كمان كان في وسطيهم كان نفسي اعرف هيحصل ايه بس للأسف ما كانش ينفع استنيت لحد ما بويا ييجي وكنت عارف اني هعرف منه كل حاجة مش علشان هيقول لي لأ ده عشان امي هتسأله امي اللي انا عرفت اني ورست منها الفضول عملت نفسي نايم علشان ابويا يحكي لها براحته وفعلا حكى لها تعرف يا صفية هني اول مرة جسمي يتلبش وحس ان اللي بيحصل ده حرام يا وليا ده خلهم يستحموا بلبن مع كل كلمة كانت بتطلع من خشمه كنت بحس انه ركبني يا اللهم محفظنا انت بتصدق وتأمني بالله والكعبة المجيدة يا وليا انا شفت اطياف بترفرف حوالينها ايوه رادتهم يا علي وقالت له ما انا قلت لك يا اخويا وانت ما صدقتنيش هنروعوا فين يا صفية احنا ملاش حد في سهاج خلاص وبعدين الوادمة والحج مصلح مدخلوا احسن مدرسة وبياكل احلى واكل هنجيبوا كل ده من ايه نحن مسكت امي راسها وبعدين سألت طب جلوا ايه اللي ما هيتسمى اللي جي ده بص الها ابويا وقال لها جلوا انه هيخلف هيخلف ولد ومش كده وبس لاها ده سماوا احنا جاعدين سماها عزيز بعد ثلاث شهور بالضبط من زيارة النعماني ده الزوجة التانية واللي اسماها حسنة كانت حامل الحج مصلح اليوم ده وزع هدايا بفلوس ما تتعدش وجي الولد بعد تسع شهور وسماعه زيز زي ما قال النعماني بالضبط الطفل اللي جي بقى ده هو المشكلة كان غريب ما بيعيطش ولا حتى بيدحك ساكت طول الوقت وباصس في سقف الفيلا طول الوقت مهما تحاول تبعد نظره عن سقف الفيلا بيرفض ويرجع يبص لها تاني ولما كبر شوية بقى اغرب الواد ما بيتكلمش ومهما تنادي عليه ما بيردش عليك وكانت عنده عادة غريبة قوي كان بيحب يقعد في الهو الجنينة الحتة الفاضية اللي في الفيلا والأماكن الضلمة كبر عزيز وكبرت معاه مواقفه الغريبة الفيلا بقت مرعبة حقيقي بقت مكان مرعب بالنسبالي ابتديت ألاحظ ان الغربان كترت على الأشجار بصورة مش طبعية الأشجار اللي جوه في الفيلا والقطة السودة مالت الجنينة أمي ما استحملتش الفيلا والحاجات اللي بتشوفها فيها فأبوي أشار على الحج مصلح انه يشوف لهم شقة تانية في أي حتة وهو هيفضل معاه في الفيلا وتحجج ان أنا كبرت وبقى عندي 16 سنة وعايز أخرج من المكان ده ويوم على الحج مصلح نداني أمي كانت عارفة هو بي نديني ليه وقالتلي اللي هقولهوله لما يسألني كان قاعد في الجنينة لما رحتله وقعدت معاه حمزة حبيبي حضني وسلمت عليه بقى كده يا حمزة عايز تمشي من بيتك قطلو لا حج مش الفكرة والله الفكرة بس ان عايز يبقى لنا بيت وشكلي مع زمائلي في المدرسة بس يعني رد خلاص يا حبيبي أنا شفتلك شقة جنب مدرستك بس وعدني تجيلي كل جمعة ولو احتجت أي حاجة أوعى ما تقوليش انت ابني يا ده أنا اللي مربيك مش جزء البقر اللي عندك دول قالها وحضني تاني وضحك يومها كانت أول مرة شوف ورقة بمئة جنيه حطاف جيبي وقال لي أوعى تقول لحد اني دتهالك وكل جمعة لما تجيلي هتديلك واحدة زيها على الرغم من حكاوي كل البيوت اللي حوالينا وحكاوي أمي اللي اني كنت بحب الحاج مصلح كنت بحبه جدا كان بيعملني زي ابنه فعلا المهم مشينا والحاج دفع لنا إيجار خمس سنين قدام وتقطعت أخباري تدرجيا عن الحاج مصلح خصوصا لما دخلت كلية الحقوق وحسيت ان روحتي بس لي تعتبر يعني شحاتة ومهما كان بيسأل عليا كنت بوصل مع أبويا الحجج والأعذار قعد عشر سنين وما كنتش أعرف كتير عن اللي بيدور في فيلا الحاج مصلح يدوب حكاوي عن ابن عزيز ولنا بصراحة مساميه المخاوي وللسه زي ما هو غريب حتى بعد ما بقى 14 سنة وفي يوم أبويا طول وما بقاش ييجي لبيت كتير فاستغربت وسألت أمي أبويا فين يا أم ردت وقالتلي أبوك مسحول يا حمزة في الفيلة الجديدة تقول لفيلة جديدة؟ فيلة مين؟ فيلة ابن المحروس الحاج مصلح عزيز؟ دعايل يا أم ما هو بيابنين ويابني علشان يجاوزوا بدري يقول أربع سنين كدو يتجوز يا أربع سنين بس؟ يعني وهو 18 سنة؟ شوف يا أموانا لدلوقتي 26 ولسه يدوب مقبول في وظيفة حزوز؟ لا يا ولدي أرزاج أرزاج حمزة ربك هو اللي مجسمها ومش كل الرزق فلوس يا ولدي بعد أسبوع بالضبط من تأسيس الفيلة دي أو من بناها جال أبويا خبر قويمه من النوم يتولي يا نهار مجاش أمي تنفضت فيه إيه يا نبوي؟ قال لها فيلا مصلحي بيه ولعت وبيقولوا الحريق واكل المبنى كله جريت مع بيها طبعا مش هسيبه جرينا رحنا على الفيلة علشان نلاقي عربيات الإسعاف في كل حتة والمطافي وقفت طف في النار اللي مسكة في الفيلة كلها والحاج مصلح ووضح أنه كان برا البيت واقف عمال يسرخ ويقول ابني ابني كان يوم صعب صعب جدا فيلا الحاج مصلح ويقعد يكلم ابنه الغريب أن يقول لي انت شايفه يا نبوي؟ أقول له يا حاج هو عزيز إزاك يا حبيبي؟ وأقعد أمثل عليه بس تعبت يا صفية تعبت لكن أنا مش دا اللي مخوفني انبارح رجعنا لجينا قوضة في الفيلة نورها مفتوح دخل الحاج مصلح جاري وفضل يكلم في ابنه يترجى أنه يخرج معاه ويقول لي جله يا نبوي جله يخرج معانا فاتكلم وأنا مش شايف حد وأقول له تعال يا عزيز تعال يا ابني معانا طفنا النور ونزلنا يا صفية بس أنا نازل وبدور العربية أقصم بآيات الله نور البلكونة هو اللي اعتني لوحده بالنسبة لي أنا ما كنتش مهتمة أو الحقيقة خصوص أن أنا بعدت شوية بعض الشيء عن الحاج مصلح الحاج مصلح اللي للأسف اتبدل حاله وفقد عقله وكانت شهور قليلة وتوكل على الله مات وعلشان ما كانش لي حد الأمراطات ولا عياله اتقسم ورثه على عيلته ولكن اكتشفت بعد موته أنه كتب باسمي الفيلة اللي كان عاملها لابن عزيز في وصيته وكتب إنها لابني اللي ما خلفتوش حمزة النبوي ساعتها حسيت إن الحظ ابتسم لي ابتسمي ده اتحك لي من قلبه كمان بس الحلو ماكملش الورس اعترضوا ورفعوا أواضي ومحاكم وحلني بقى على الموضوع ما يخلص سني بقى 28 سنة وأبويا توفى بعد الحج مصلح بسنتين بس بس كان الغريب بالنسبالي بعد كل ده بفترة لما خبط على بابنا شخص ولما فتحت لأيته واحد بيقول لي أنا المحامي فؤاد عز الدين وإنه جاي لي في خبر سعيد دخلت وقتوله تفضل اتكلم على طول وقال لي الفيلة اللي كانت باسمك في الحقيقة الورسة تنزله عن القضية ودلوقتي بتاعتك رسمي تروداش معنى يعني رده قال لي علشان حقك وعلشان خير الحج مصلح كتير ما جاتش من الفيلة دي يعني وبعدين انتوا خدمتوا الحج لسنين طويلة وده حقكو كان بالنسبالي ده لغزة غريب إزاي تنزله عن الفيلة بالسهولة دي ما كانش راكب الموضوع ده في دماغي ولكن عرفت بعدها أن ابن أخو الحج مصلح قرر يعيش فيها وبمجرد ما نقل عزاله مات جوه الفيلة بدون أي أسباب ولكن المهم أن الفيلة بقت بتاعتي رسمي حكيت للناس صحابي أن أنا بقيت خلاص يعني عندي فيلا ولكن ما حدش فيهم صدقني ما صدقوش غير لما خدتهم هما الاتنين صحابي وليد وحسام ورحنا الفيلة عشان قالولي مش هنصدق غير لما نشوفك بتدخلها بنفسك وصلنا الفيلة على تسعة بالليل ولقنا نور الأوضة بتاع البلكونة كان مفتوح فسألني حسام وقال لي شكل كان في حد جوه سكت وما تكلمتش دخلنا الفيلة كانت مبهرة مبهرة الأقصى درجة وليد يتكلم وقال لي قاسها من بالله لو بعتها تجيب لك تلاتين مليون جنيه وقتي لقد حسام بيقوله يبيع يا ألا ده يقعد فيها مالك يقعد بيه على وخرجوا وهم مش مصدقين ولكن وحنا بنركب العربية بعنايا شفت نور الأوضة اللي فيها البلكونة بيفتح والمرة دي لا أنا أنا قفلته بإيدي افتكرت قصة أبويا واللي قاله عن الفيلة دي لما كان بيروحها مع الحج مصلح بس ما نطقتش وخدنا بعضنا ومشينا مشيت أنا في بالي ألف تفكير فضلت أحكي لأمي عن الفيلة وجرها في الكلام عن قصص أبويا لحد ما قالتلي بص يا حمزة بيعها يا ابني أنا ما كنتش بسدق أجابوك في اللي كان بيجوله بس أسدق الحاجات اللي حصلت في الفيلة مصلح سكت وما ردتش عليها لكن تاني يوم جاء الاتصال من وليد قال لي عايزك في طلب كده بس لأخوك تلوه تفضل قال لي ممكن مفتاح الفيلة يوم تلوه بخصوص ايه يعني قال لي مصلحة كده هقضيها وهرجع لك المفتاح لحد عندك بصراحة حركت وقلت ماشي هديله المفاتيح قدت له المفاتيح فعلا ولكن عدا يوم والتاني ولقيت وليد ما بيردش على تليفونه بتصل بيه ما بيردش فقررت أروح الفيلة في يوم بعد الشغل كانت الساعة في حدود عشرة بالليل تقريبا رنت عليه كتير وبرضو مش بيرد لما وصلت بصيت على الفيلة لقيت نور القوضة كان شغال قلت أكيد هو جوه جيت أدخل لقيت باب الفيلة كمان مفتوح يا وليدي الكلب فضلت أنادي عليه كتير جوه بس ما ردش علي دخلت القوضة اللي كانت منورة حشان ألاقي منظر خلانا ترعب وليد معايا واحدة ومشنوقين في نجفة القوضة صرخت وفضلت أجري ما بيتش مستوعب وقعت من على السلم لما نزلت تحت سمعت صوت جاي من فوق من الدور اللي فوق بصيت حشان ألاقي طفل صغير واقف بيبتسملي الطفل ده أنا عارفه كويس الطفل ده عزيز ابن الحج مصلح فضلت أصرخ وأثناء صرخاتي كنت سامع صوت ضحكات في كل الفيلة في كل ركن البابان بتتفتح وتتقفل الشبابيك بتتهبد استجمعت قوتي وجريت خركت من الباب بلغت الشرطة وجوم بعد نص ساعة الشرطة رجحت إن فيه قاتل ورا الجريمة دي وإن هو تخلص منهم وقتها أنا ما حكتش معيني لوحيد اللي عارف مين اللي تخلص منهم وديني زي ما أنت شايف غني بس بالاسم بمتالج فيلا تسوى تلاتين مليون جنيه بس مش عارف لعط فيها ولا حتى بيعها بس النهاردة جالي مشتاري للفيلا وروحت أشوفها معاه اتحججت إني مش عايز أدخل وديته المفتاح بتاعها هو والناس اللي جايين تابعه وقلت له إن عندي مشوار في الحياة هروح أسلم على واحد مريض وبعد ما خلصوا اتصلوا بيا وروحت لهم أعجبتهم الفيلا ومضينا العقد كنت بمضي العقد وأنا برتجف وعايز أحكيله بس أنا برضو عايز أعيش أنا تعبت عايز أمي ترتاح برضو لإنها كانت عايزان أبيعها مضيت وأنا ببص على الفيلا فيش اختلاف كبير لسه نور الأوضة مفتوح بس في حاجة واحدة بس اتغيرت في خيال طفل صغير بيبص علي الطفل ده يبقى عزيز دي كانت القصة الأولى وتعالوا ندخل على القصة التانية قطع الهدوء بتاعي في الصالة صوت حد بيطلع على السلم مين ده؟ وجاي ليه؟ فتحت بسرعة لشان ألاقي عم فوزي معه شخص غريب وطلعين الدور الرابع ومجرد ما الفكرة بس خطرت في بالي إن في حد هيسكن فوقت رعشت وصرحت في كل ذكريات الماضي وفوقت على صوت عم فوزي وهو بيقول إزاك أعصام؟ أعرفك على الأستاذ مصطفى اللي هيسكن في الدور الرابع قالها وهو بيبصلي بنظر التهديد إنه لازم ما تكلمش لازم ما حكيش أي حاجة حزيت راسي وأنا بقوله أهلا وسهلا وقفلت الباب بدون ولا كلمة أفروض إنه عد أكتر من خمستاشر سنة ومحدش سكن فوق طبع سوا ما شوفك بكرة إن شاء الله بكرة في جرد للمغزن فهتلاقيني هناك بادري ما تطلع تشرب حاجة في بيت الرعب اللي انت عايش فيه ده بعينك طبع شوفك بكرة فتح لي بس شنطة العربية أخد شراية الكاست واللمب غريب يا أخي في حد لسه بيستخدم الوقمن وشراية الكاست ما تسجل في الموبايل إزايكم فكرت كده فكرة مجنونة هو إني أسجل قصة حياتي على شريط كاست ومش عارف أعمل فيها إيه بعد كده بس المهم أنا عصام عبد التواب من مصر من حي في مصر القديمة اسمه كوم الغراب بس أجل لكم دلوقتي وأنا واقف قدام العمارة اللي أنا ساكن فيها عمارة ما فقاش أي ميزة غير إنها إيجار قديم إيجار قديم يعني إيجار تلاتة ساغ يعني ولا حاجة اللمبة اللي على مدخل العمارة كالعادة ما كملتش يوم وتحرقت وده معناه حاجة واحدة إني لازم أركب لمبة جديدة لأن النهار ده دوري هركب اللمبة وأحكي لكم ليه اللمبة بتتحرق في المدخل اللمبة فرقعت بعد سواني بس من تركبها دي أسرع لمبة تتحرق في العمارة واضح إن كلهم صحيين على العموم أنا تعودت أطلع في الضلمة تعودت ما خافش أقولك اللمبة بتتحرق ليه وأنا طالع على السلم بس أحذرني لازم أطلع سلالم الدور الأول من غير منطق أي كلمة لإني مش لوحدك اللي هتسمعني أنا آسف اتأخرت عليك بس دي القعدة الأولى علشان أدخل الشقة بسلام أحكيه لك دلوقتي كل ده بيحصل بسبب الحادثة اللي حصلت في الدور الأرضي زمان قصة أنا ما اشتهاش ولا بوي أسمع عنها أول ما سكننا هنا ولكن انتشرت القصة دي بالتدريج بعد الأحداث الغريبة اللي بتحصل العمارة دي كانت ملك الشخص اسمه ضياء الحسيني راجل كده في الأربعينات كان متجوز واحدة ستة اسمها نعمة ومخلف منها طفلين من الحكاوي بيقولوا إن نعمة دي كانت أجمل ستة في حي مصر القديمة من الحسن لانور للعلواية كانت كل الرجالة بيتمنوا لها الردة ترضى بس هي ما اهتمتش غير بضياء بيقولوا علشان فلوسه بس الناس كانت مستكتارة نعمة على ضياء وبدأت بعض الناس توقع ما بينهم ويلعبوا في دماغ ضياء بأوهام بس كل ده ما جابش نتيجة فالناس اتجهت للسحر والأعمال فعلا الحياة بينهم بازت وانتهت بمأساة ضياء بدأ يخرب في الحي وبدأ يقول كلام ما ينفعش يخرج عن مراته لحد اليوم اللي حرق فيه نفسه هو ولاده ومراته والبيت اتهد وخاده خاله وعرفة وبنا بدأ للبيت عمارة بس الأحداث ما انتهتش وبدأ بعض السكان يشتكوا ان فيه حاجات غريبة في البيت ورجعت القصة تاني في مصر القديمة كل يوم وانت طالع على السلم بتاع العمارة دي لازم تشوف تلت قطة سود وعانيهم بيضة تماما يفضلوا بصين لك وانت طالع على السلم الأمر بدأ يتطور وبدأنا نشوف طفل في منور البيت بيقعد يصرخ ويعيط بالليل أغلب سكان العمارة مشيو ولكن فضلت علتنا وعيلة الأستاذ لطفي وعيلة الأستاذ مهندس مجدي في الدور التاني والحاج منتصر في الدور الأول أبوي وقوم يتوفوا لأرحمهم وأختي عزة جوزت وسفرت أما أنا فلسه عايش في البيت والأحداث اتطورت أكتر بكتير من الأول بقيت أشوفهم كل يوم وانا راجع في وقت متأخر من الشغل ومهما حط لنبه في مدخل العمارة علشان تنورلي لازم تتحرق عرفت بقى أنا ليه ما حكيتش القصة على السلم وهل تفتكر ان دي بس كل الأحداث اللي في البيت تعال يا صديقي أخدك في جولة سريعة في العمارة الدور الأول فيه شقة واحدة باعها الحاج منتصر لشخص اسمه محمود الزيني متجاوز وعنده أربع أولاد الدور الثاني فيه شقتين عايش في شقة فيهم مدام وفاء حرم البشمهندس مجدي والشقة اللي قصادهم قاعد فيها تامر وامراته الدور الثالث فيه شقتين شقة مقفولة بعدما الأستاذ لطفي توفى وأولاده ميشي وباويجي يوم الجمعة زيارة أما الشقة اللي قدامها دي اللي أنا قاعد فيها الدور الرابع ده بقى اللي أنا جاي أحكي لك عليه وده اللي سكن فيه دلوقتي شخص اسمه مصطفى بس قبل ما يسكنه أنا أحكي لك قصة حصلت من خمستاشر سنة الدور الرابع كان فيه شقتين شقة ساكن فيها أستاذ محمد وعياله وشقة قصادهم شقة صغيرة كده قطين وصالة كان ساكن الشقة دي واحد اسمه حازم تريباً كان في أواخر العشرينات كان شغال حارس في القلعة أجر الشقة دي وسكن فيها علشان قريبة لشغله وبرغم أن سكان العمارة شايفاه شخص غريب إلا أنه كان بيحبني جداً وكان جواطي بتقلب أنا حسسها بجانب أنه هو شاطر جداً في التاريخ وكنت بطلع عنده علشان يذكر لي أنا وكل أطفال العمارة بس ده ما يغيرش أنه كان شخص مريب إلى حد كبير حازم كان عنده قوضة ما بيفتحهاش تقريباً باب القوضة دي دايماً مقفول ولو حد فكر أنه يقرب من باب القوضة كان ساعته حازم بيتحول ويعضي زعق بغضب شديد وانفعال غريب جداً وكانت ملامحه بتبقى مش آدمي إطلاقاً عمري معرفته ورا الباب ده فيه إيه وليه ما بيحبش حد يفتحه بس ده مش السر الوحيد حازم مهما كانت غلاوته الضيف اللي عنده ما ينفعش الضيف ده يفضل لبعد الساعة تسعة بالليل هل في حاجة بتحصل؟ وش معنى لحد تسعة بالزبط؟ لحد دلوقتي أنا معرفش فيه كمان لغزة أغرب دايماً كنت باسم حازم هو بيكلم أشخاص في الشقة والناس دي للغرابة الشديدة صوتهم بيبقى واضح مع أنه مفيش حد بيبقى دخل العمارة في أغلب الوقات حازم كان بيكلم وحدة ست وحدة ست صوتها كان حلو قوي ولسه بيرن في وداني لحد دلوقتي وفي يوم على أزان الفجر العمارة كلها صحيت على صوت صراخ ما كناش عارفين جاي منين بس لما ركزنا لقناها جاي من شقة حازم طلعنا الدور الرابع كان حازم بيخبط من جوه على الباب بتاع الشقة بجنون وهو بيقولي افتحوا لي اكسروا الباب أبوس إيديكو ولكن من نور الشقة الواضح من ورا الباب حازم ما كانش واقف لوحده كان فيه أكتر من خيال ظاهر على الباب الخبط زاد والصراخ اشتد فالناس قالت انه نكسر الباب ولما دخلنا كان البيت كله مكركب بس الأغرب من كركبت البيت هو انه حازم ما كانش في الشقة أبوي والحاج منتصر فضل ودوره في كل الركن في الشقة الهدوم كانت كلها على الأرض الحيطان كان مكتوب عليها حروف غريبة دخلنا قوضة حازم كان الدولاب متكسر وما فيش حد والدي قرر ان هو يفتح الأوضة المقفولة وفعلاً كسروا القفل بتاعها الغريب ان القوضة كانت فضية تماماً مفيهاش أي حاجة مفيش عفش مفيش حتى طلاق على الحيطان الحيطة كانت طوب أحمر مجرد قوضة فضية مفيهاش غير حاجة واحدة بس كان كتاب كتاب محطوط في الركن من أركان القوضة كتاب فيه صور غريبة وكلام أغرب فوزي ابن الحج عرف صاحب البيت أخد الكتاب ومن ساعتها ما شفناش حازم تاني أهله جوم سألوا عليه ولكن محدش عارف يجاوب بس تفتكر الأحداث الغريبة خلصت هنا؟ لا دي بدأت بعد شهر كامل لأينا واستاذ محمد وعيلته قرروا يمشوا من البيت ليه؟ علشان كل يوم بيسمعوا صوت حازم بيتكلم في الشقة مع بنت صوتها جميل جدا وفعلا مش يوم من البيت من ساعتها محدش سكن الدور الرابع ده ومحدش من السكان بقى بيطلع الدور ده إلا لو عايز يزبط حاجة في سطح البيت والأصوات عمرها ما بطلت من أغرب الحاجات اللي أنا شفتها شخصيا هو إني كنت بزبط سلك الدش اللي جبناه جديد فشفت خيال واقف في شقة حازم في الدور الرابع وكان كأنه بيبص علي أعتقد أن أنا حكت لكم في اليوم الأول مجرد بداية للأحداث اللي شفتها في العمارة اللي أنا ساكن فيها هحط لكم الكسد في منور الحمام وهسيبكم مع الأصوات اللي بسمعها من الشقة اللي فوقي شقة حازم أو شقة مصطفى الساكن الجديد أنا دلوقتي واقف قدام العمارة ده اليوم التاني لأسجل فيه المنور ضل مكحل وفيه عين بتلمع في المنور واضح إنه هو طفل صغير طبعاً أنت عارف الشروط مش هينفع أتكلم وأنا طالع على السلم هنكمل كلامنا لما أدخل الشقة مش عارف لي النهاردة حسيت برعشة وأنا داخل البيت حقيقي ساعت بفكر أسيب البيت خالص بس هروح فين هلاقي فين إيجار قديم 30 جنيه في الشهر طول ما هم مش بيقزوني فأنا بخير من ده اللي بيخبط عليا في الوقت ده هستأذنكم هقفل وارجع تاني مستاذ عصامة غبار حضرتك إيه إزاك يا سيد مصطفى خير لا هو خير إن شاء الله ممكن أتكلم معاك شوية هتفضل طب أنا هغير يا سيد مصطفى وهطلع لك إن شاء الله معلش اتخرت عليكم تعرفوا كان عايزني في إيه؟ أول ما دخل قال لي غريبة يا سيد عصام شاعتك دافة قوي معين شاقتي برد وإحنا في عز الصيف طول عمري عارف إن شاقة حازم برد قوي أقصد شقة مصطفى الساكن الجديد بعد ما قاعد قال لي مستاذ عصامة أنا حاسس إن أنا اتدبست في الهلفين جنيه دول قلت له شمعنا ردوا قال لي الشقة غريبة قوي أحيانا بترفعناي بحس إن في حد في البيت على فكرة أنا قلبي جامد مش بخاف بسهولة بس في قوضة من القطين دي بسمع فيها صوت قطط ولما روح أشوف ما بلقيش حاجة وبعدين قططي لتطلع الدور الرابعة فدخلت إزاي أصلا بس لما جيت هنا حسيت من نظرتك إن في حاجة ممكن أعرف لو في حاجة حصلت هنا قبل كده بلعت ريقي بصعوبة وقلت له لا 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 أنا أنا كنت بس مستغرب إن في ساكن جديد علشان عم فوزي كان مانع الساكن هنا مش أكتر قال لي طب هاخد من وقتك دي ممكن أوريك حاجة فوق قلت له طب أنا أغيره أستاذ مصطفى وهطلع لك إن شاء الله أنا دلوقتي طالع الشقة بتاعته بقى لي أكتر من 15 سنة ما طلعتش الشقة دي وفتح لي الباب الشقة بارد جدا وبرغم إنها من وراء إلا إن نورها كئيب قوي رح نحيط القوضة القوضة اللي كانت مقفولة وليته قال لي شايف القوضة دي صور الحيوانات اللي مرسومة على الحيطان غريبة مش شكل ديكور نهائي كان معاش أنت صغيرة كده طلع منها حاجة كان كتاب ده نفس الكتاب اللي شفته من 15 سنة كنت سرحانه وبيقول لي نفس الصور اللي في الكتاب والحروف دي مرسومة على الحيط توترت لما سمعت صوت لمبة بتفرع وليته بيقول لي أهوي هاستاذ عصام دي خامس مرة من ساعة ما جي تغير لمبة الحمام قلت له أما مش عارف مش عارف يا سيد مصطفى حقيقي أنا مضطرة استأذن علشان عندي شغل لو حصل أي حاجة تاني بيتي موجود وأنا خارج أقسم لكم أني شفت حازم بيبصلي من حمام البيت أنا مش جاي لي نوم وعلشان كده بسجل لكم حاسس بالذنب إني ما قلتش بس لو قلت احتمالي اضطرد من الشقة فوزي مش سهل وهيقول إن الإجار منتهي بعد وفاة المالك وهيخليني يا إم أمشي يا إم أدفع الإجار الجديد ولا أكيد مش هيكون 30 جنيه إيه ده سواني 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 سمعين سمعين صوت الصراخ ده ده صوت مصطفى تفتكروا هيموت ولا هيختفي زي حازم أتمنى تكون الحلقة عجبتكم ولو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتكتبوا قراءكم تحت في التعليقات وطبعا تشتركوا في القناة لو أنتم مش مشتركين تفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم كل جديد تنضموا الجروب عائلة الراوي على الفيسبوك علشان تعرفوا ما وراء الكواليس وبس كده سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر